التقطتهم مرة ثانية يدها الحانية فيستقر في حضنها الدافئ مولودا يسعد النفس ويزيد من بهجة الحياة وزينتها ولكن لو لاحظت أنا في هذا التقرير القصير حبيت أختم بكلمة بسيطة قلتها ولكن يعني رغم يخرج هذا الطفل إلى الحياة والشعور الجميل جدا باستقباله ولكن هذا يتفتح باب كبير جدا عشان يتكلم عنه مع ضيوفي على من أين تبدح هذه الحقوق هو الطفل يعني لو حبيت وانا في بداية برنامج أسأل دكتورة حنان ممكن تبدلينا أو بكر كلكم يعني أنا أتكلم أنه أيكم طيب بسم الله الحمد لله وصلاة الصلاة والسلام ورحمة الله إدارة حماية أنا عايز برطول عميد شرطة دكتورة وكتورة عبدالوهاب محمد مدير إدارة حماية الأسرة والطفل وشرطة ولاد خرطوم هو الطفل زي ما أسرنا في الحلقات السابقة إنه هي بتبدأ باختيار الشريك باختيار الأمر الأم وكما جاء في الأثر شرنا في حلقات سابقة إنه سيدنا عمرنا من جاء اشتك إليه أحد الناس من حقوق ابنه فأشار ابنه لأنه عقاه بعدم حسن اختيار أمه تبدأ الحقوق أيضا بإشار هذا الزواج بحضور الناس بإشار أنه هذا الميساغ القليص تم بين شخصين يهيئ المجتمع أن يستقبل سمرت هذا الزواج الشرعي وقيم وعقد على سنة الله ورسوله تبدأ كما أسلفته التغرير في أنه بعدها حالات الحمل الحمل تبدأ في حقوق كثيرة جدا لهذا الطفل الذي لم يرى النور بعد أولا حقه في حق هذا الجنين في الحياة وحق الطفل في الحياة مكفول من لحظة بزر هذه البزر بتاعة الحمل في أيامها الأولى فيبقى شكله حماية قليصة جدا الحماية في أنه حتى الأم دين تؤجل لها بعض أو ما هذا لا يقول تحفى لكن تؤجل لها بعض العبادات كالصوم يعني الأمة الحامل تغضي الصوم إذا خافت على حملها أو خافت على جنين يعني يؤجل حتى إقامة الحدود أو القصاص في حديث القامدية إن صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرآن ترجع لما كانت هي بعضنا قررت وطلبت أنها أن تتطهر فطلب منها أن ترجع حتى تضع حملها وبعد أن وضعت حملها جاءت المرة الثانية طلب منها برضو أنه ترجع حتى أن هذا القفل يستطيع أن يتغذى من مصادر أخرى غير الأم فلما جاءت في المرة الثانية ويحمل قطعات خبزة أو كسرة خبزة أو كسرة خبزة في يده فأقيم عليها الحد فالجنين مكفول له حماية كبيرة جدا في القانون السودانية يمكن حد الغصاص يقع على من يتسبب فيه هذا المرأة يعني الحامل يتعمى هذه المرأة بهذه قبل هذا في مسائل صحية تضعيم المرأة ضد بعض الأمراض التي يمكن تصيبها وتصيب الطفل الموعود هذا يعني التضعيم بعض الأمراض التتنسي يمكن هذه مسائل لا أخش فيها لأنه ما مختص لكن هذه جزء من الحقوق التي يتمتع بها هذا الطفل الجنين الذي لم يرى النور بعد قبل ما تستمر أنا كنت عايز أقف فيه قصة الحقوق لأن أظهر الدكتور حنان عن القانون أنا فهمت حق الحياة يعني بمعنى أنه لما نذكر الإجهاد أنا انتبهت لأنه ماذا يقول القانون في موضوع الإجهاد بالذات الإجهاد الذي يكون نذج عن سمرة ليست بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدكتور حنان أحمد يونس وكيل نيابة وزارة العدل السودانية اللي هي نيابة المهدية والثورات الآن وسابقا نيابة الطفل بين درمان فأنا عايزة أقول يعني أشياء الحاقة اللي ما قاله دكتور أبو بكر إنه من الحقوق القرر القانون بالنسبة للطفل هي حق الكشف الأولي المبكر بالنسبة للوالدين أو الزوجين أو المخطوبين قبل أن يدخلوا في عملية الزواج والإنجاب من حق الطفل كما قرر القانون إنهم يخضعوا لكشف على أساس بيان الأمراض الوراسية الحق في إنهم القابلية الإنجاب وقيرها من أمراض قد تنتقل للطفل بعد ولاده فده من أهم الحقوق وإن كان نفتكر إن هذه زي لا يعمل به أيوة زي صغافة شوية صعبة في التطبيق على أساس إنه الناس ما بتدخل في مسألة زي دي وبعدين زي محتاجة لشجاع يعني عشان نواجه نفسنا بحتة إنه أنا ممكن أتزوج وأنجب أو أتزوج وأنجب طفل عليه كذا من الأمراض طيب منون بدافع عنه في اللحظة دي إذا أصوطي في اللي سعماجة ومورس عليه فطل حتة بتاعته لتأكد من خلو الأبراد من الأبوي يعني منون مسؤول عشان أكد هي مش مسألة هي مسألة تلفط ما اختيارية بقدر ما إنه يعني تطبيق المسألة أو التنفيذ قد يحتاج لآليات وليفهمه وثقافة عامة ثقافة مجتمعية وثقافة أسرية وثقافة والدية من جانب الناس طالبين الزواج الآليات تفتكري من المسؤول مننا أنا طبعا دعنا الآليات طبعا الآليات المختصة بالطفولة كلها نحن نقول القانون القانون الآليات الرسمية المجلس المجلس القومي للطفولة النيابات القضائية كل منظمات المجتمع المدني الشقالة في مجال الطفولة لأنه هي المسألة المسألة ثقافة فكرية ثقافة يعني دينية قبل أن تكون يعني مسائل مفروضة أو بمجم نصوص في الغانون لكن في التقربة العملية بيتم قدر شنون في المية يعني يعني أنت قلت نقطة مهمة جدا وركزت عليها نحن ذاتنا اقتنعنا بكلامك من حقه أنه يتم هذا الاختبار نعم تفتكري في مجتمعنا ولا المجتمعات المختلفة هل فيها لم يتم الحاجة دي ولا هو هي نصوص نتمنى أن يوم نقدر نعملها والله أنا يعني ما أقطع لعشم للدريد يعني ممكن يكون في نوع من الوعي عند الناس ويخضعوا للمسألة لكن هي برضها جانبة ما الجانب الإنسان اللي بيجري حاجه بيجحربها يقول أنه أنا جريت وعملت وعملت وأجريت تجربة أو أجريت فحوصات وكذا لكن نتمنى ممكن ندخله ممكن ندخله في الوسيقة وسيقة الزواج وسيقة الزواج ممكن نفتكر أنه حقه نطرح حلول ممكن كإشتراط ممكن كإشتراط الفحص قبل الزواج ده منصوص عليه أنا الطفلة 2010 يعني نعم وهو واحد من زي ما أقشرت مولانا إنها واحدة من من الاشتراطات يعني أنه واحدة من الحوض على الطفلة لازم يقروا الفحص ما قبل الزواج صحيح التطبيق لها محدود لكن أتكر أنه إذا خشت فؤالي للإزهامية كإشتراط من شروط أقضى الزواج للجراءات الشكلية يمكن أنه يرتفع نسبة هذه المادة ويرتفع حفاظ الحقيقة والله أنا شايف نقطة مهمة جدا وإحنا معنا وزانة العدل حقه نقول والله ترفع القصة دي لفوق شوي عشان نخلي الموضوع بقى فعلا يعني حلاغتنا بتنتج اختراح وجه جدا يجب أن يعمل به لكي نتفادل كثير من المشكلات لو الناس أخطأوا في موضوع اختيار الشريك على الأول حقه ما يخطأوا في أنه يسبب مرض لطفل قادم فأنا أنا غايت دل التوصيع بتاعتله إذا عايز تضيفي لكلامك أنا ماشي قطعتك لأنه هي هذه هي الطريقة يعني ما أنا شايف أنه غاش لسه في الحدود دي مشكلة هي تفضل يعني واصلي إذا حبيتي تتكلمي لسه في الإيزائين حق الطفل في الحياة انتقل لموضوع القانون والالتزام به أنا كنت عايز أقول حق الطفل في أنه ما يجهد ويقتل طبعا أنا في باري نوعين من إجهاد الطفل في إجهاد ليه علاقة بالأم واللي هي صحتها في إجهاد ليه علاقة بالإجهاد طبعا يعني الإجهاد قانونا الإجهاد نوعان في إجهاد بتم اختياري عن طريق استشارة طبية القرض منه نجاة الأم والمحافظة عليها صحيا فدبكون إجهاد قانوني وإجهاد واضح وإجهاد لا ما فيه أي تعدي على حياة أي جنين في إجهاد طاني غير غانوني ودبكون القرض منه إسقاط جنين لأنه قد يكون أتى بطريقة غير شرعية أو أتى بصورة قد يكون ما فيها أي نوع من الترتيب بين الأزواج لأنه في أزواج قد يكون هم متزوجين وكذا لكن ليس مؤقتين لفترة الحمل والإنجا في لحظة معينة وقت يلجأوا لحتة زي دي لكن دائما بتحدث في ظروف يعني ضيقة دي جدا جدا إنما الإجهاد غير القانوني بغصد التخلص من جنين غير شرعي هي دي الواردة ودي هي اللي بتمثل تعدي على حياة شخص يفترض أن يولد حيا ويكون عنده الحق في الحياة أنا داردي التعدي آخر على الأمة الحاملة نتج عن هذا التعدي أي أن كان زوج أي أن كان يعني أنه استسبب فيه إجهاد هذا الحمل يعني فهي دي صورة معاغبة عليها في القانون بالنسبة والله أنا ما عارف لأنك دار أقول لكم ممكن نقول اللي بيشاهدون لمن في مثلا طفل يقتل بهذه الكيفية في الإجهاد الجريمة نعم فيعتبر جريمة قتل يعني مثلا طبعا هو تعدي على حياة إنسان يفترض أنه يولد حي وتكون عنده كل الحقوق حتى في مسائل الميراس يحسب على أساس أنه حي إذا ولد بنت كان يجب أنه يقول له كذا من الحقوق وإذا فليها عقوبة وليها يعني تدابير خاصة بها بالمناسبة حقه في الميراس ده يمكن أنا فائد عليه أن أذكره أثناء فترة الحمل هو حقه في الميراس بمجرّب السبوط الحمل وحقه في الميراس سبت يعني إذا توفي الوالد وعمر هذا الحمل سبوع أو يوم أو شهر حق هذا الطفل الجنيف بتنمه في الميراس سابت دكتور عيشة يعني إحنا مرحب بك وخلينا نسمع منك زيل إنت عندك مرحب بسم الله الرحمن الرحيم السلام 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 محمد أشرف المرسلين أنا دكتور عيشة متوكل بخيط جيلاني استشارة الصحة النفسية للأطفال والذوي الاحتجاجات الخاصة وأستاذ مساعد ويعمل الخرطوم كلية الطب في الحقيقة هو الموضوع أخذ اتجاه غانوني شوية لكن أنا برا أنه زي ما يعني سبغ الإخوة الأوسطات أنه مثلا الطفل عنده احتياجات أو حقوق بتبدأ من قبل الولادة لكن أنا شفت المواضح شوية ماشا يعني زي ما قلت أنتي ما في يا أستاذ حنان ما قلت ما في مثلا موارد أو يعني مواعين تحكم هذه الفحوصات وكده بعدين ما ننسى صغافة مجتمعنا يعني هل هالناس هتبادل وتجي لإن مثلا تكشف مبكر يقوله في حاجة جينات ثم ماذا بعد ذلك باتدي تاني المترتب علش فإحنا محتاجين تهيئ ونعش ننزل الكلام للواقع الشوية فهو صح بيبدأ وعنده حقوقه من قبل اختيار الشريك وما بعض الهن لكن بعد الناس يعني بعدما تتوافق في الحياة وتتم الزيجة أنا يعني من متابعتين الحلقات الفاتت يعني شفت كثير من النقاشات السرية يعني أفادت الاختيار وطريقته لكن أنا بفتكر يعني في بعد الاختيار الزوجين وبداية الحياة الزوجية في كثير من المشابكات يعني بين الأزواج بيتجي مثلا المشاكل وبيحتاجوا لتوعية من جانب الأسرة بيحتاجوا لدعم من الأسرتين يعني أسرة الزوجة وأسرة الزوجة عشان كيف نحن نواصل هذه العلاغ تتواصل أنا عادة لما يجوني مثلا الأزواج في تخصصنا مثلا في الطب النفس يكون في مشاكل ولا كده عادة بنعمل لهم إرشاد وكده أنه السنة الأولى في الزواج أصلا بتكون سنة صعبة لكل الأزواج مهما حسنوا الاختيار يعني فالناس تطول باله شوية وتتشارك فده وين بيجي الفهم الشباب ديل عن الحياة الزوجية بيجي من أسرهم من تعامل الناس حولهم من النموذج اللهم عشو في الحياة فزي ما ذكر واحد من المتحدثين في الحلقات السابقة أنه زمان كان الاختيار مبسط والتوقعات يعني من الطرفين يعني تكاد تكون حاجة ممكن أن الاثنين يوصلوا لها لكن مع تعقيد الحياة التي نحن سعيشينها والتوقعات الناس ويمكن أنا أفتكر دخلت علينا في مجتمعنا يعني مؤستيرات خارجية ثانية مثلا الثغافات أخرى النبية القنوات الفضائية بيجت كل واحدة حلمها مثلا مثلا المسلسيات التركية مهند والفوترنات بيجوا عندهم ثغافات ثانية الشباب فهي لين واقعية نحن مفروض كأمهات وخالات وتجارات وصاحبات نحن ندعمهم ننزلهم لأرض الواقع شوية في اختيارهم في التعامل في السنة الأولى وحدة لما تجي تشتك بتلقى حتى الأوم ذاتها هي توقعاتها من العريس يعني يعني تكون ذاتها غد ما تكون واقعية ما قدر يعني مغدراته أو هو يوفر الحياة فكل هذه التشابكات وهنا هي لا شك إن فيها أثر على الطفل الجاي اللي هو موضوع الحلقة الحالية من الحمل يعني حتى الأسأل أم دي لما تكون عايشة في مشاكل ومشادات أثناء الحمل أو هي أحبطت يعني في اختيارها ومالقة الزول مثلا يباعيها ويرجعها لأرض الواقع هي هتتأثر كثير من الدراسات العلمية بتوري إنه في تواصل بين الأم والجنيل داخل رحمها حتى في دراسات يعني أثبت ذلك وإنه الأم كلما تكون مرتاحة الجنين بيكون مرتاح فالإخوة المتحدثين قدامي أوفوا الناحية الدينية والناحية القانونية لكن أنا بس حبيت يعني أطل ناحية سيكولوجية كيف أنا أنا أخش شارتك الليلة تقدر إذا دكتور عيشة في خصوص هي جزء من تخصوص الأطفال زوية الإحتجاجات الخاصة النقطة الأسيرة قبل مولانا في أن الكشف المبكر قبل الزواج هل ممكن نحن نتجن بأن يجينا طفل زوية إحتجاجات خاصة إذا لقين عدم توافق في فصائل الدم في المسائل الوراسية إذا يجينات تؤدي إلى حدوث إعاقة ذهنية لكن بعض العوامل الأخرى التي لا تحكم الجينات في عوامل مثلا أثناء الحمل ذات وإلتهاب مثلا الحمى أو الحصبة الألمانية ستصيب أي أم المرض القطط ممكن يصيب أي أم حتى لو لم لدي أي مشكلة في الجينات الوراسية بعد ذلك زي الولادة وعوامل مثلا صعوبات الولادة أثناء الولادة ما بعد الولادة في الطفولة المبكرة أي التهاب أي مشاكل تحدث للجنين قد تؤثر على نموه الزهني ونموه الجسدي وهي ما إنها بس جينات لكن في الحقوق الطفل يعني كيف نرعى الأمة الحاملة طبيا عشان نقلل كمية الإصابات والعاقة فيما بعد الولادة رعاية الطفل في البداية وذكرت منها التطعيم للأمة التطعيم للطفل ذات وليما يولد حتى من بدري الطفل حتى لو نرعاه مثلا يعني صحيا عشان الاكتشاف المبكر لأي عاقة بيكفل حق الطفل بعدين يعني لما ينمو بيكون في تحسن أحسن مما نحن ما نكتشف من بدري المشكلة وما ندارك من بدري لأن كل الإعاقات الزهنية حتى ولو ما يكون عندها مثلا علاج مؤكد لكن يكون طرق للتأهيل في طرق للدعم الأسرة لأن كثير من الأطفال يكون عندهم إعاقة ما بس هو الطفل وكيف نفهم أنه على الإعاقة وإحتياجة الطفل احتياجة الأسرة هذا كله يدعم حق الأسرة وحق الطفل المطار والله أنا بدام أخونا دكتور أو بكري قال كلام أنا أحطرني أجاب على سؤال في تقربة أنا بيني و بين دكتور عبد المعنشفيع دع العظام المعروف يعني وأذكر أنا قبل 15 سنة كلام دي جاه رجل معه زوجته عندهم طفل يصيبه مرض زي لين العظام فقام قال لي أبوه قال لي والله أنت المرض دلوا في ألمانيا بيفرقوا بين الزوجين طوال بيحصل كده فقال لي الرجل يعني جاوى الوقت داك وعمر الطفل كان زي ثمانية سنين بعد شوية عظيم بعد فترة ثاني جاوبي ولد ثاني يعني شكله جميل لكن مشكلته أنه برضو حيصاب زي ما أصيب أخوه ففهمت من الفكرة دي أنه عايز تدعامل مع ناس وما طبعا لجاين كانوا من قرى يعني مفروض يفرقوا بينات ولكن ما حصل ما اقتنعوا فولدوا ولدوا ثاني وبرضو جو ثاني مرة ثانية لكن يبدو أنه حتى الأطفال الليل بموت بعد شوية أنه وين نحن نعتبر الطفل ده في تجربة إذا ما أحسن في الأول قلنا الاختيار لكن إذا ما أحسن هذه النقطة بأنه حتى بعد ما الناس يعني يتزوج ونفترض أنه حصل حمل حقه نمشي نشوف طريقة هل الجنين ده يتمتع بكامل الصحة التي تجعله يطلع الحياة وإنه ممكن يسقط بهذا المستوى لأنه المصايبة التي تقع على الوالدين في اللحظة من مراعاة طفل معوق ستكون مأساة وحزن عليهم دائم إثنين يكون حرمنا من حقه فأنا أنا والله يعني بثمين على كلامكم جدا وأفتكر أنه هذا الموضوع يجب فعلا أن يكون تركيز الأسرة لكن مثلا في ناحية حتى الأمراض الوراثية يعني ما تؤدي ليو من هنا ما كل الأمراض الوراثية مثلا بتتكرر حتى نسبة الوراثة بتختلف حسب الجين السايد في جينات مثلا أو أمراض تحدث كل 50% كل طفل والبعد في واحد في الأربعة 25% وفي واحدين بيقول لها يعني إنها ممكن تحدث كطفرة طفرة جينية فعشان ما الناس تفهم أنه أي يعني واحد يتولد ليو طفل وطوالي يفرتق الأسرة أو كده لأنه مرات الطفل ده غد ما يكون أول واحد غد يكون طفل بعد طفلين ثلاثة يعني وجه واحد طفرة فعشان الناس تكون أكدت الفهم الصحيح فدائما الناس تراجع هل أصلا في عوامل جينية تحكم الإعاقة دي ولا في حاجات أخرى بالمناسبة الطفل حتى البيولد معقد ما يحرم الحقوق عنده حقوق خاصة يتراعي حالته يعني يمكن نتحدث عنها لاحقا طيب أنا زي عندي استطلاع برضو أشوف معاكم مشاركة من خارج للسوديو اشتركوا في القناة حقوق لازم يعيش وسط أسرته ويتربى بطريقة سليمة عشان ينشأ نشأ سليمة حقوق الطقل بتكون على الأسرة بعد الحتي على الدولة على المجتمع بتاعه حقيقة أنا عايز أنتقل هنا إلى نقطة تانية هي الطفل الأنف بطن أمه بالحقوق قلت أثر الخلافات الزوجية على الطفل يعني أنا أنا بتخيل أن الطفل اللي بيفتكروه ما بيسمع مثلا جو البطن ما بتأثر بالخلاف لو مثلا فرضنا أنه في غضب بين الأبوين أليس من الأجدر أنه ننبه الأبو والأم أنه هذه الفترة سلام إذا ما حب يعني حقه يبقى فيه سلام عشان جنين يعني ما رأيت حقيقة يعني أكد على كلامك لأنه مثلا زي ما أنا نسبوع نقول تلك في يعني الدراسات بتوري أن الطفل بتفاعل لاخل بطن أمه في بعض التجارب مثلا عبر ورد أنه الطفل حتى يعني تجرب أنه بيسمع موسيقى بيسمع الهوية بيتجاوب فيها بالحركات بتاعته وكده فما في شك أنه الطفل بتأثر للأم ما في شك حتى ربنا في كتاب الكريم قال حملته أمه وهنا على وهنا يعني لو حتى الأزواج دي يعني هما يعني في تفهم طبيعة الحمل وما يؤدي إليه من ضغط نفسي على الأم وضغط جسدي وعب يعني حتى في حركتها في التنفس بتاع في التوتر في كده يعني أثناء الحمل الأم بتعاني وبعد الولادة الأم في الطب النفسي للنساء لهو تخصص يعني مفصل عندنا الأمهات ما بعد الولادة بيكون بيكون عندهم اكتئاب ما بعد الولادة عندهم الاضطراب النفسي أو الزهان ما بعد الولادة بيقول له جنون النفاس يعني الأم دي بتمر بضغوط ضغوط شديد حتى في أحسن البيئة اللي بتكون يعني هي عايشة في حب وقام وسلام وكل ما في أي مشاكل فبس الأخوان الأزواج يعني شوية تفهموا طبع يعني احتياجات الأوم واحتياجات الطفل الداخل بطنها ربن أنا برضو يعني أضيف للمسألة دي اللي هي يعني أجوة ترجمة يمكن قيلت في من رب العزة في صورة مريم وخزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطب جني فكلي واشربي وقر العين فالقزاء والراحة و يعني قريرة العين بمعنى أنك مرتاحة نفسيا وجسدية فهي دي في النهاية التدينة نعم طفلة صحيح طبعا الكلام دي تحق توجهه للرجال طوالي كله بهذه المرحلة بذلك أنا بتقريدت أي واحد يسمعنا من الأسر حقه يراعي هذه المسألة لأنه هذه المشاركة الحقيقية المغلعة بكلام الضيوف يعني أنه هذه المرحلة يجب أن ترفع كل الضغوطات عن المرأة لأنه يعني هو العبي بتاع الحين ده ما عبي يعني بتاخده بطبيعاته اللي ربه خلقه بتاخده باعتبار أنه نوع من المنتظر حدث سعيد بالنسبة لها لكن بأفتكر أنه لازم نركز نقول للأباء أنه أنتو في هذه المرحلة هي مرحلة تدليل المرأة عشان ما يجي الجنون النفاس يعني ولعل الكلام قلتي وأنا يعني عجبني جدا أنت يقول أنه فيه كمان دليل أنه ربنا يعني في كتاب العزيز اتخذ من مريم مثال لنا سيدة مريم أنه نحن مهم جدا أنها تكون آمنة مرتاحة مطمئنة مهما كانت الظروف يعني والله نواصل الحقوق يعني كويس واصل نفضل يا أستاذة ريم بسم الله الرحمن الرحيم معلش لمقاطعة الدكتور عايز أضيف حتى هنا في الحتى بتاعة الطفل الوليد والرعاية بتاعة الأبوين ليه هو لسه في بطن أمه فأنا أشوف أنه إذا الناس بدت حياة مرحلة بعد مرحلة بدت من الاختيار وانتهت بالزواج وبدت خلاص في أول مراحل سمار الإقترام بتاعهم دي اللي هو الطفل ده فأنا بشوف أنه من أول حقوقه بنفس الغدر زي ما زكروا الأسادسة في الأول الحق بتاع الكشف المبكر والحق بتاع أنه الوالدين يعملوا يعملوا يعلم يعلوا مستوى الوعي عندهم لحدة إنهم عايزين يجيبوا سمارة لكن السمارة يعملوا كل جهدهم عشان تطلع سليمة وتطلع معافية أو تطلع سمارة بالنسبة لهم مرضية وبالنسبة للمجتمع سمارة ناجحة في كامل أهليتها لأنها تقوم بدورها بعد ذلك فالحق بتاع الكشف المبكر هو أول حقوق الطفل المفروض يقترم بالحق الإختيار إحسان الإختيار لأنه هم الاثنين إذا أحسنوا الإختيار وبعد ذلك كشفوا على نفسهم إنهم هم أهلين لأنهم هم يجيبوا سمارة صحيحة هنا يكون هم خدوا أول قواعد المجتمع السليم المعافى يعني هي بداية زي ما المجتمع يكتسب العادات السيئة مفروض من باب أو يكتسب العادات الحسنة أو العادات السليمة الصحيحة التي منها الكشف المبكر بعد ذلك عندما تجل المرحلة الجنين في بطن أمه يدع من حقوقه على والدين وإنهم حتى لو حصلت بيناتهم في الفترة الأولى إذا اعتبرنا أنه هذا الجنين الأول أو الطفل الأول حصلت بيناتهم تفاعلات حصلت بيناتهم خلافات لكن خلاص جا نتيجة لإغترانهم الطفل الأول من أول حقوق أنه يتناسوا خلافات لأنه ينشئ النشأ الهو يابو بحقوق الكاملة يدحق الكامل على الأقل أنه الخلاف ما يأثر على الأم ويأثر على الطفل في بطنها ينشأ في جو سليم ويوم معافة يطلع برا يطلع بعد ذلك تتوالع عليهم الحقوق يعني أنا بقصود أنه الوالدين من أول حقوق الطفل الذي عليهم أنهم يهيئ إليه الجو السليم حتى لو كانوا بين هم و نكتشف في أخطاء أو أنهم في أشياء تفاعلات بين أنهم لا يؤدي لأن الجو يكون سليم أو ما لينا في الجو ما يتوتر هو ما يتأثر لأنه خلاص هو ما ينزم في الحاجة الحصول وهو خلاص بقى أمر واقع وحصل وجه فإحنا نتناسع الحياة لبيناتنا لكن نحافظ عليه وهو إنه يجي ما يلقى نحنا هضم لحقه من قبل ما يولد هي القصة في إنه كيف نتناسع يعني يعني إحنا حتى بقصة التركيز على الكشف المبكر وكيف الكشف المبكر الناس يتركز على الناحية الصحية الجسدية للطفل يعني ما يطلع عنده الشبهات ما يطلع عنده كده لكن الناحية النفسية يمكن الناس تجيب الإرشاد بارتفاع الوعي رفع الوعي للزوجين مثلا حل خلافاتهم مبكرا هم لكن لما يتناسوا يتناسوا هتكون عبق زيادة عليهم الطفل هم هيستقبلو كإنت حاجة أنت ألزمتني أنه تعايش مع أبوك لأنا ما قاعد رما أتحمل هذا والأطفال هم يعني يعني بعض المرات يعني نحسب أنه صغار ما بيحسوا ما فهم إحنا اللي حاصل بنا شنو بل لكن هم بيستجيبوا حتى لي حتى إذا ما إحنا يعني الكزوجين الناس اتشاكلت يعني وعلت الأصوات لكن اللغة لغة الجسد اللغة الغير لفظية كل واحد مقبل من الثاني ما في زول بيسلم على الثاني ما في جو سليم ما في فرحة ما في يعني احتفالية بدخول الأبو في البيت أه ولا تقول لي أمشوا يعمل لأبوك ولا كده الأطفال هم بيدار كل حاجة بيفهم تأثر عليهم أنا قصدت يا دكتورة ما لش قصدت بتناسي ما إنهم هم يعني يرفعوا المشاكل دي لحين مثلا نوصول الطفل لا أنا قصدت ارتفاع الوعي عموما بالنسبة للزوجين إنه هي أساسا نحنا في البداية اخترنا بعض على أسس معينة لكن بعد ذاك التفاعل في البيت والمعايشة ممكن تفرس حاجات عكس كده لكن إحنا مسؤولين أمام الله أمام الطفل اللي هو جاي جبناه دا بدون زم إنه نحنا طالما اخترناه ويخترنا بعض وصلنا يا حزر إنه هو يتكون في بطن أمه يبقى نحنا بوعينا اللي اخترنا به بعض بوعينا برضو نختار إنه ننشئ الطفل بصورة سليمة أو في بيئة في بيئة سليمة باحتمال بعد ذاك وعينا يؤدي لاتفاقنا لأنه نحنا أساسا اتفقنا إنه في حالة إنه إحنا استمرين أو ما استمرين أو الخلافات موجودة أو ما موجودة حقوق الطفل لما راعية ممكن تفرز إنه الناس اللي قدام تفاهمه تاني أو تعيذ مسيرة الحياة السليمة بيناتهم عجبتني استخدام لكلمة وعي لأنه الوعي هو مثلا إنه الزوجين يعرفوا إنه كل واحد فيهم جاي ولو هم من أسرة واحدة أو الجيران ولكن كل واحد جاي من خلفية مختلفة من الثاني يعني لأنه الإنسان ابني بيئته أنا إنسان بأثر عليه بيئتي فهمي يعني حقاتي الوراثة كيف أنا نشأت في بيتنا أهلي بتعاملوا معي كيف أنا منه فهمي لأنه أنا منه فلما بيجي كل واحد من خلفية مختلفة هيكون فيه أنا قاعدة أقول للأزواج مثلا اللي بيجون في ناب بيقول لهم السنة الأولى دي زي زي التفاعل الكيميائي هيكون فيه أيوه هيكون فيه فرقعة وهيكون فيه دخان وهيكون فيه روايح على بالمشنو واحد يوصل لمحلول بمبي لطيف كده حاجة متجانس أيوه فهم دي من نحية حتة الوعي اللي هي بتجي من وين بتجي من دعم الأسرة للزوجين دي بتجي من الأسرة الممتدة دعم يعني البيت بتلقى أمها أو لكن يمكن يعني يعني حتى المجتمع فيه تغيير أنا أحسب أنه لسه الخير موجود إن شاء الله لكن فيه تغيير لشنو فيه تغيير للتوقعات من الحياة الزوجية هما نحن عايزين في النهاية يمكن الناس بيقتتمين للنحية المادية أو جارية حتى إحنا كلنا مثلا تواجد الدعم بتاع الأسرة الممتدة قد يكون شوية تقلص حتى لو نظرنا للنسيج الاجتماعي في السودان معظم البيوت يا في بلاد المهجر يا الموجود ذاته استند بيقى ما كتير كله مشغل في حياته برا وحتى التواصل بين الناس أطفالنا ذاته من إحنا بنربي فيهم دير ولا عايزين ندعمهم عايزين نوفر لهم حقوقهم حقوقهم حس الليلة بيقى لينا طيب أنا أنا أجب ليه آيباد ولا هو عايز في التلفزيون وهالحاجات دي كلها أسارة سلبية أكبر من إنا ليه لأنه حتى النمو الاجتماعي يعني الطفل احتياجاته احتياجاته جسدية أنه أنا أراعي صحة الجسدية احتياجاته النفسية أنه أنا أحسسه بالأمان أحسسه بالانتماء لي كأم للأب أنه نحن نحبه هو بيقوم في البيئة يعني آمن ومعتد بي نفسه والسيغة وكل ده أحسسه بأنه هو اجتماعيا ينتمي لأخوانه ينتمي لأخالته ينتمي لإجيرانه كيف يتواصل معه كيف يتكلم لكن حاسين شوف أطفالنا شوف اتنين يتلاقوا زمان يتكلموا يتسالموا وكل واحد شغال في تلفون وفي الآيباد طفل عمره ثلاث سنتين الأم تقول لك والله يعرف في جيب أي حاجة في التلفون دي مسؤولية منه دي الوعية المجتمع أنا عارف الزول القريب من أقرب زول أقرب زول الوالدين الأم والأبو لكن الأم والأبو لما نعرف لأنه نحن نحس بيقد كل اهتمامات يمكن تغيير نظرتنا وتوقعاتنا بيقد أنه نوفل الحياة الحديثة ما نقول لك ده حصل التداخلات في مجتمعنا زمان نحن مثلا بتربي الأسرة الممتدة بتربي حتى الجار بيكون عارف الأطفال حتى لو الطفل تلع الشارع بيارف دوت فلان أرجع ببيتكم أنا لقيت وكده ولد عامل كده لكن هذا ما في تواصل عزيزي في الحتة اللي نحن فقدنا هذا الوصل الزمان أطفال ندوره بها يبدو أن نحن برضو ونحن نتكلم عن تحليل الظاهرة ما قادر نواجد نفسنا نقول نحن اللي بنعمل كده يعني الطفل ده أنت بيجيب له استجابة اللي رغبته أو مرات ممكن نقول على بوبار اللي هو الشو ده يعني صار لك انت ولد عنده آيباد ولا عنده آيفون ده يزو بيقى من المفاخرة بإنه يمتلك فهل دي برضى من مشاكل المدى اللي بتلاقينا بعدين ممكن إذا اتسعى الزمن المسائل بتاعت التنمر أو تسلط اللقران يعني التدليل الزايد الزايد من الأسر للأبناء عنده عكاسات بتصهر عندنا يعني بالمسائل بتاعت التنمر أنا ما دير أسبق الهناي لكن هي الاعتداء للأطفال في سين متقاربة مالش التواصل الدكتورة بك لكن زي لدي تلفون ألو 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 عليكم السلام دكتور سعرة أهلا دكتور سعرة سكر تفضلي سهلا دكتور سعرة سكر استشاري طب الأطفال مستشف أحمد قاسم وستاذ مشارك بكلية تنويل شكرا شكرا للصباق وستاذ با بكر وقناة S24 مميزة وهي الضيوف الكرام مهم جدا يعني هاج مهم منه نعرف إنه في جهة تهتم بحماية الطفل والأسرة ونحاول نزيد يعني توعية المجتمع بحقوق الأطفال وحمايتهم فأنا هتكلم من ناحية يعني دكتورة عايشة يعني أدلوا بكثير من المعلومات ممكن أنا هتداء مداخلتين هتكون إنه أكد يعني وأمن إنه الصحة الجسدية الفيزيائية بالنسبة للطفل ترتبط ترتباط كامل بالصحة النفسية للطفل لأنه نحن معروف عندنا الحرمان العاطفي للطفل في حالة يعني إنعدام العطف والحنان والاستقرار في الحياة الأسرية بيأثر على صحة الطفل ونموه فهذه حاجة مهمة جدا جدا هل يا دكتورة سارة هل فين أطفالنا يعانوا من هذا الحرمان تفتكري والله احتمال حس الزمن دي الناس يعني الأمهات بيقوا مشغولين من أولادهم وبيقوا يرعون الخادمات أكتر من الأسر الممتدة فدي احتمال يكون حاجة برضو بدأسر على طفل فإنحنا لما نلقى طفل عنده مشكلة في النمو بتاعه والطور بتاعه من حيث ممكن ننظر لها جزء واحدة من الأسباب أنا أبقال إنها واحدة من الأسباب يعني ممكن نعمل مشاكل صحية في الطفل ما هي السبابة الوحيد يعني يعني زي ما قالت دكتور عايشة قبل إنه يعني رعاية يعني الضمان بصحة الطفل بتبتدي من يعني نظمن أنه رعاية صحية جيدة أثناء فترة الحمل الحمل وبعد كده نتأكد إنه ولادة مأمونة بمساعدة قابلة مدربة أو طبيب يعني أثناء الولادة وبعد كده ننجي لرعاية مميزة بالنسبة لحديثي الولادة بعد كده نحن نتكلم عن صحة الطفل في الخمس سنوات الأولى اللي هي دية مهمة جدا إنه متابعة الطفل في الخمس إنه يعني ناكد إنه حقوق الطفل كمان زيادة على حقوق الصحة بتاحته الجسدية والنفسية هنجا إشنا برضو الإحمال بالنسبة للطفل برضو ممكن يخش فيه هنا يعني عدم يعني زي قبل جبت برضو صور في الشارع زي الولادة بيبيوع في الشوارع ديل يعني حاجة مؤسفة إنه مرزمش المدارس يعني حقوق التعليم المأكل والمشرب السكن للطفل التوصيل الأمني والأمان للطفل دي كلنا حاجات نستطيع نحن من حقوق الأطفال المهمة جدا جدا عايزين نوجه في حريسك ده حقه إحنا يعني قالوا ما نعايل نشوف الفيو نضع الفيض عايزين نوجه حريس نزل الناس المسؤولين من هذا الأمر كان أبوين ولا كان مجتمع أنا حريس جدا أقول إذا أنت ممارسة للطب فهل لاحظ أنه نسبة هذا الهمال في المجتمع اللي أدى للظواهر اللي تكلمت عنها هل فعلا نسبة عالية متوسطة ماشيين لحو النسبة العالية والله أنا ما عند استدستيكات ما عند ما بالضرور أنا أقصد لكن من ملاحظتي من ملاحظتي إنه يعني اكتمال تكون ماشي على الزيادة بنسبة للفقر يعني والنزوح يعني ناس من الأقاليم للأعاصمة دي كل أممكن تكون حاجات يعني مؤدية للظهور يعني الأطفال في الشوارع لا أنا قبل الشوارع أنا أقصد حتى الكلام تكلمت عن موضوع الجسدي فغد الحنان يؤدي مرات إلى المسأل النفسية قد تؤدي الانجسادية هل في الكلام دي أنت ملاحظة إليه أنا أفتكر زاد في السودان ما كتير أنا أقول السودان ما كتير شديد لكن يمكن ما ملاحظ يعني يمكن نحن عندنا الحاجات موجودة لكن ما ظهرة موجودة لكن ما ظهرة والله شكرا لو ما عندك أي إضافة على مدخلتك أه لكم بس أنا عايزة بس نشوف على نهاية الحلقة إن شاء الله يكون تضخل يعني نجائب على سؤالين يعني ما هي مؤشرات الخطر على الأطفال وما هي الجهة المختصة يعني الناس ممكن تلجأ لها في حالة ملاحظة أي خطر بالنسبة لحقوق الأطفال مؤشرات الخطر والجهة أفتكر معانا إحنا أخونا دكتور أبو بكر ومعانا نمشي شوية طيب نضع الحقوق نحن يمكن نزغط الفترة بتاعت الحملة الجنين يبقى يستقباله أنا أتكلم عن رعاية الصحية إنه يولد في بيئة صحية آمنة ويستقبل هذا المولود شرعا بالأذان واللقامة بوزنيه يعني من قبل الأب من قبل الأب تحديدا يمكن نقضي دكتور عيش يتكلم بعد ذلك عن الأسر النفسي لهذا التواصل التم حال ولادة الطفل بعد ذلك حقه في السماية أو العقيقة في اختيار الاسم الحسر يعني أرسل يقولون خير الأسماء ما عبد وحمد ويمكن دي المزال اللي أشار لها الابن العق أبوه فإنه والله لم يحسن اختيار اسمه بعد ذلك بتاقي المسائل بتاعة التحسين لهذا الطفل هو برضو منصوص عليها في خانون الطفل إنه واحدة من حقوقه تحسينه ضد الأمراض الممكن تمثل عليه خطر على صحة يعني والظن الآن وجود البرنامج بتاعة التحسين ماشي بصورة كبيرة في حق تاري أصيل جدا ومهم له حق في نسب لأبوه حق النسب وده بزي بزي تليه حقوق تاري الحقوق الأخرى المتعلقة بهذا الاسم إنه ينسب لأبوه أو ينسب بالمناسبة حقه حتى في التسجيل للمسائل تحت السجيل المدني في إنه يزبط هويته إنه هذا الطفل جنسيته كده يعني ينسب للبلد حتى بالمناسبة حتى لو كان هذا الطفل من علاقة غير شرعية حقه في إنه يسجل ويكون عنده اسم حق مزبوط يعني حق سابت بموجب القانون بعدها بتجي المسائل بتاعة التربية الحقوق المسائلة المتعلقة بالتربية ومفروض الناس يفرقوا برضو بين الرعاية والتربية الرعاية المفهوم مصطلح بتوفير ظروف الحياة العامة لحق حياة آمنة لهذا الطفل مفهوم التربية مفهوم يمكن التناول القرآن ليه وما جاء في السيرة النبوية واضح جدا يعني لقمان الحكيم بيعز ابنه بيقوله يا بني لا تشرك بالله ابن الشركة لظلم عظيم بيوجه وده ده الاصل من العلماء التربية بيتكلم عن بقوله القناعات اول اس من اس التربية القناعات تنمية القناعات اللي هدى اشار لها لقمان الحكيم في موعصة لابنه بعدم الشركة هو التوحيد اللي شارة للتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحويدان نعم أو مجلسان أو نصران فهي دي دي المسألة الأولى بتاعت بناء القناعات لهذا الطفل كما اشارت دكتور سارة الليل في الخمسة سنين الأول وهي المناسب دي السنة اللي يتخلق فيها الطفل يجب سلوكيان وغيره ويكسب فيها القيم يا دكتور وفكر وانت بتكلم عن يوررونا انه ذكرت عدد الحقوق طيب إذا كان في حق معين منه طبعا ما فيزل سيشتكي الآن في نزع الحق للعاقل يمشي المحكمة يقول والله أنا فيزل قلع مني قطعت أرض انت بتقوله مجموعة من الحقوق احنا عايز عارف على أرض الواقع متين كيف يتراقب كيف بتعود يعني طفل دبرة جو لحقهم متين لحد ما يبقى مجرم مثلا يعني انتوا تتكلم عن حاجة كأنه نحن زي الحاجة الوهمية يعني مالشانا أنا بقول لك بالمعنى ده لأنه ده المجتمع بيفتكر انه قوانين موجودة مؤسسات موجودة لكن هل قدرنا نمنع الاعتداء على الطفل في مراحل الأولى التي ذكرتها انتوا كان من ناحية قانون ولا من ناحية مجلس والله في أهليات هي أنا بيفتكر انه الأسرة كمكون صغيرة ووحدة صغيرة هي هي الوحدة الأساس المفروض ترعى هذه الحقوة أو تبلغ في حالة الاعتداء عن تبلغ الأسرة ولا يبلغ الطفل زي في أمريكا ولا يبلغ أنا أقول لك أنه الأسرة يعني واحد من الأطراف قد يبلغ إذا كان هو ما قدرين أنه يحمي الطفل الاستباد الثاني اللي هو المجتمع قادتكو حالات زي دي في أسرة بلغوا ناس لحضم طفل في نفس الأسرة نعم نعم من الأطراف الأسرة إلا يكون في مشكلة أكيد مشكلة ولله مرات حتى في حالات الإهمال يعني أنه بيتم اللي يبلغ عنها أو أو بوسط الخط أنت قلت في الغرب هنا 9-1-1 لكننا عندنا 96-96 يستقبل مثل هذه الحالات المجتمع يقوم بيدوره في بعض الأحيان في أنه يبلغ أنه والله في طفل بيحتاج للتدخل مش بمجرد الاعتداء المجرد الإهمال لأنه ما لقى حق الرعاية المفروض يلقاها هذا الطفل يتم الإبلاق لإدارة حماية الأسرة والطفل دعالة تفضل دكتور أنا زيدير أمين على بعض الحقوق التي ذكر دكتور أبو بكر وهي يمكن هو ركز على الجانب الشرعي مع الجانب القانوني لكن أنا أقول من ناحية قانونية أنه الحق الأصيل بعد الحمل والحق في التسمية الصحيحة التسمية المقبولة صحيحة الحق الثاني اللي هو حق التضعيم أو التحصين لأنه في تحصينات بتم بمجرد ولاد الطفل الحاجة الثانية الحق الثالثة اللي هي الحق في الرعاية الصحية الأولية و أقول على مجانيتها حتى بما رص القانون على مجانية الرعاية الصحية الأولية موجودة فعلا؟ والله موجودة في المستشفيات لكن طبعا بنسبة لكن القانون قرر نعم على مجانية هل القانون اللي قرر في الواقع موجود ولا لا؟ أنا ما أقدر أقول لك إن في مستشفى بتدي في مستشفى لكن في النهاية القانون قرر الحق في الرعاية الصحية لحد ما يتطبق الأولية نعم الحق في حصول الطفل على شهادة الميلاد الحق على التعليم ومجانية التعليم حسب ما نصى الغانون وعندي فيها هنفتح فيها باب كبير على كتنفتح في صفحة المجانية يمكن يمكن دل حقوق زي ما قال دكتور أبو بكر اللي ممكن تكون مع الطفل من زولاته إلى بلوغ الخامسة أو السادسة أو العشر من السنوات طبعاً مع وجود الرعاية والعناية من جانب الوالدين ويمكن إجابة لسؤالك الآن طرحته إنه في حسب مرصة الماضي 84 من قانون الطفل اللي هي بتتكلم عن إهدار حق الرعاية بالنسبة للطفل اللي هو الرعاية من ناحية غزاء ودواء ومسكن ومأوى لأنه الإهمان قد يكون من الوالدين أنفسهم وغد يكون من شخص يتولى أمر الطفل وغد يكون من جهة تانية فممكن يتم عن طريق التبليغ أو الشكوى وممكن في حالات الإهمال أو حالات الاحتداءات ممكن حتى النيابة أو الجهة العدلية اللي بتنظر في الأمر ممكن تحرك بلاغ جنائه في مواجهة أولياء الطفل أقول يعني إحنا هس يعرفنا الحقوق كلها يعني لا يلسى ما أقول لها أصمع يعني لا ما أدير عشان نكون شونا عشان نكون سيستيماتايز كويس إحنا قلنا الطفل عنده حق الرعاية الصحية جايك تخشي مع محد يزور فرصة أقلع الميكرافون يتكلم داخل الوضو وقف الناس يعني ممكن يقلع بس خلات واصل جملتها دي يعني يعني أنا عايز أشنو عشان نكون إحنا يعني منظمين الطفل ده حقه بيبدأ بالأسرة أنا كأسرة علي التزامات علي التقصير في حق الطفل ده بلجأ اللي منه عرفنا إنه في حماية الأسرة والطفل دورة شنو في الأسرة في المدرسة في الدولة حق الدولة لأنه إحنا لو قاعدنا نتكلم عن الحقوق والحقوق منول بيوفيها ومتين الأسرة تعرف إنه لأنه ما في أفتكر يعني أم والأبو بيكون بيتعامل مع الطفل بحكم إنه أنا عايز أسبب لي وأذى لأنه دي حاجة في طريق إنه أنا بحب طفلي قد أضل للطريق لأنه أنا كيف أعبر عن حب ده كيف أو أوفي حتياجة طفلي لكن أنا كيف أعرف كيف أعرف إنه مثلا الطفلي ده عنده مشكلة وأنا طريقتيه ليهما سليمة في علامات يعني ممكن الواحد يعرفها من زي ما قال دكتورة سارة في المداخلة بتاعتها المفيدة جدا والمسرية للنقاش يعني إنه مثلا في عندهم مثلا في الخمسة السنين الأولى اللي هي مراحلة التطوير بتاعت الطفل واحتياجاته جسديا ونفسيا واجتماعيا فأنا بقارنه بالإقران بتاعينه هو وين منهم الطفل ده هل هو متوفر اللي هو الغيزة الصحيح إذا ما متوفر في أسر كثيرة ما عندها حق التوفير للغيزة منه مسؤول عنها الرعالي اجتماعية في عندنا مؤسسات عشان إحنا ننزيلها من الدولة فوق لغاية ما نوصل للأسرة في المدرسة هل المدرسة مهيئة لأنها مثلا على الأقل تكتشف ليه طفلي ده إنه أنا كأم مقصرة في حقه الطفلي بيجي بيجي يبكي في المدرسة طفلي كان مثلا واسغ من نفسه جريء وبتكلم باعتداد فجأة في تغيير في سلوكه بيجي منزوي لأنه الأطفال ده طبعا دي معانا أنتو بتتكلم عن عن مرحلة راقية جدا من المراقبة الضغية لكل طفل ما أنا عارف ما الألية وين أي وقت اللي أنا عايزة وصليها نحن عندنا مؤسسات يعني نحن بقدر ما نتكلم نقول ما عندنا موارد ما عندنا رزورس لكن بقدر الموجود عندنا عندنا رعاية الأسرة والطفل عندهم عندهم صوشيال ووركرز جوا عندهم سايكولوجيس يعني أنا عندي التجربة معهم أنا جبت لك الطفل اللي هي دكتور أبو بكر وأنا قلت لك أن الطفل ده أنا مثلا حوالته دكتورة سارة هي اكتشفت أنه عنده مثلا احتياجات صحية ما متوفرة ما عنده هي خلاص رفعت لي جرس الإنزار حولت لي أنا كاقتصاء استشاري في الطب النفسي أنا عرفت أنه عنده حقوق ما موفرنا أنا طوال رفحت التلفون يا ناس حقوق الأسرة والطفل المساعدة شنون أنتو بتوفروا للأسرة دي شنون أنتو بتوفروا للطفل ده وهل الإمكانات بتغطي كلها ولا فيه على الأقل في مبادرة نبدأ من توعية المجتمع بوجود الموارد بوجود المساعدة إنه إحنا أساسا عشان الأسرة توصلنا في مجالنا نحن لسه منعاني من الوصمة يعني هيقولوا أنا عندي طفل لي أنا أقول أمها كويسة أنا أقول أم كي لأن الأم ذاتة قد تكون عنده احتياجات الطفل ده بيأثر على الأسرة وبتأثر بالأسرة كثير من الأطفال أنا بقول الأسرة الطفل هو مراية الأسرة مراية ما يحبس جوه الأسرة بيجينا الطفل هو الحتة بيتفتح بالمشكلة لكن الطفل بيكون هو يعني لأم جابت لينا المشكلة الأساسية غد تكون في الأم غد تكون في الأب غد تكون في أهل اتنين في التعامل بيناتهم كده فمجرد ما نعالج المشكلة الأوسع هم بيتحسن فهنا نحن نعرف الأهليات وكيف نجيبها والمؤسسات المسؤولة يعني من الدولة غاية الأسرة والطفل والمدرسة تفضل السلام الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباس مختار الياس ضابط شرطة ورئيس مجلس أسرة أكاديمية العلوم الهندسية الجامعية الكلام كله الدائر نحو التجربة بتاعت الطفل المولود الأول وبعد ذلك مشينا لحقوق الطفل ومشينا للمكتسبات الأخرى بالنسبة للطفل بالنسبة للأسرة المكونة والمنتوجة الجديدة تطالع ده والأسرة أساساً تتكونت عشان المنتوجة تطالع ده يعني سمرة الزواج هي كانت كده هو طلع المنتوج نعم عنده حقوق فعلا لكن الحقوق دي والمكتسبات دي هيكتسبها من وين حقوق دي هي زات مخضومة عمونه عند الوالدين الأب والأم والأب والأم الثمرة القدامهم دي أكيد هم دي بتحتبر نور عيونهم عشان كده هم بحاولوا بغدر الإمكان أن يحافظوا عليها بدون الغوانين في المغام الأول اللي هم بدوه الحنان هو الجهود توجيهها السليم الشريكة التالية بالنسبة لهم المرحلة بتحت الروضة أو الدراسة أو الخلوة أو إلى آخره أو المربية أما الشريكة الثالث والأهم اللي هو الدولة الدولة هي مفروض بمؤسسات الموجودة توفر لي والحاجة اللي ما موجودة في داخل البيت في داخل البيت ممكن يكون بلعب في حي صديق لكن الطفل ده ما دار انطلب دار ملاعب دار أشياء كثيرة جدا تكون حوله عشان ما هو ذاته يقدر يكوّف فكرة لقدام ويقدر يشوف المجتمع الحوله عايش كيف عشان يكتسب مهارات من المجتمع الحوله الليلة انت لو تاخدته في الحيزة الضيق بتاع البيت الضيق بين أم وابوه هيكتسب المهارة بتاعة الأم والأبو ده إذا كان الأم والأبو ذاته مفاضي الليو وخاصة في زمن زي ده نحن عايشين فيه الأم شغالة الأبو شغال الطفل قاعد مع المربية ولا قاعد في الروضة بيجي بيستلمس ساعة اثنين الساعة أربعة برجعوا بالبيت بياخد له لقمة الأم أخذت لها راحة الأبو طلع له عزومة ولدت تلاتة قاعدوا كل واحد شغال له موبايل بدبل واسطاب ودبل فاكس وكل واحد خيالوا بر البيت وهم أجساد في داخل البيت طبعا انت سيد عباد بيتكلم عن بيتكلم عن أسرة يعني متوسطة الدخل ممتازة يعني تتكلم عن أن أسرة فيها مربية أسرة فيها إمكانيات أنه يدوم حيز إحنا معظم حقه إحنا نتكلم عن المجتمع السوداني اللي ما فيه مربيات حتى اللي ما فيه مربيات وما فيه حتى حتى يمكن يعني يكون أبسط الأشياء أنا إحنا ممكن نتحدث عن الحد ما عندهم مربيات ما عندهم أي أحاجة الطفل تولد يقعد في البيت الأب برضو بنفس الصورة في الظروب بتاحته الحوله الأب جار في الأكل والمعيشة والأم برضو في حالته وبعد الطفل ما لاقي الجهة بطرعاه والجهة الخارجية يعني الطفل بس انت تجيبته عشان ما يأكل ويشرب ويرقض ولا الطفل دي انت عايز تشوف المهارات بتاحته هي بتتبلور في شنو يعني انت الليلة لو مشيت في أبسط الدول الفغيرة الحول نا دي بتلقى ملاعب بتلقى مراغز بتلقى مراجيح بتلقى حاجات بالشكل ده معمول الأطفال في الشوارع لكن السي انت هنا حوم البلد دي كل لقيت لك محل واحد مخصص لأطفال عشان ما يلعبوا فيه بيصورة جميلة وبيصورة كويسة ويكون مجانا يعني عشان الأسرة الضعيفة المسكينة دي تقدر تأتي ناي يكون الحاجات دي ما في أي تكلفة بتاعة مصاريف عشان هو ذاته يقدر يستمتع بالحاجة اللعبة اللعبة يمشي لعب بها ويكون بها مفهوم ويقدر يعيش هو كطفل يعني ده ما من حقه برضو حقيقة أنا بحقي لقد تدي أن حاجة الطفل اللعب وحاجة للمساحة اللي انطلق فيها ودور الدولة في توفير ذلك حتى في مدارسنا أبسط حاجة إذا ما كان ملعب في الحي اتسحبت الرياضة المنهج دائما أكاديميات أكاديميات توقعات الأسرة من الطفل أكاديميا الطفل عنده احتياجات برضا يعني اجتماعية مهارات تواصل مهارات حتى الطاقة اللي هو بيكون يعني طاقة كبيرة عند الطفل كيف يتخلص منها فالأطفال دين لكن حتى ما ما احتياجاتهم الطاقة بيقى كامنة عندهم في أكسادهم بالضبط الطاقة ما قادرين تطلعوها الطفل لحد ما يصل العمر بتاع السبعتاشر سنة بتلقيه قاعد قدام البيت في كرسي ولا قاعد له في لستي متغزق شارب لكن ما قادر ينفس عن نفسه ما قادر ترفع عن نفسه برمي المسؤولية المسؤولية برميها في المغام الأول للدولة إذا كانت وفرت الملاعب الجميلة وقفت في المدارس وفي المدارس إذا في طفل عمره سبعتاش يكلم عنه أنت الدولة ما وفرت ملاعب أنت عايس يحتج على أنه لما ما وفرت ملاعب أنا سأتركه قدام البيت مع ناس المخدرات وأقول دولة ما وفرت أنا كأب أنا برعاو أنا برعاه لكن الرعاية هتتم كيف الرعاية ما عندها مساعدات الرعاية ما عندها جوانب مساعدة بالنسبة لي أنا عشان أوديه ملاعب أوديه سباحة أوديه تفرج في السينما أوديه تفرج في أشياء جميلة يعني مكتبة إلكترونية أنا أوفر الأشياء على أساس أنه أنا ألهي عن أنه يمشي في شراب مخدرات أو يمشي له في أي أشياء جانحة أخرى ألا تعتقد أن المراقبة بتاعتك أنت ضرورية بدون ما تكون في ملاعب يعني نفترض أنه ما في ملاعب الدولة ما أوفرت ملاعب ولا مكتبات إلكترونية أنت هتقوم ترمي كل اللوم على الدولة وتسيبه أنا كأسر أنا كأسر براغي أستاذ عباس أشار لمزاله أنا قدار تتكلم عنه في الأساس بتاعت التربية اللي هي المسائل بتاعت خلق العلاقات الاجتماعية وتنمية المهارات والحق بتاعت الطفل في الترويح وذلك مناسبة في صورة يوسف أخوان سيدنا يوسف قالوا لابيهم سيدني عقوب قالوا يا أبانا ما لت لا تأمن على يوسف وإن له لحافظون أرسله نعم أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظه يلا سيدنا يعقوب قال شنو قال قال إني ليحزنني أن تسهبوا به وأخاف أن يأكله الزيب وأنتم عنه قافلون الحق في اللعب والترويح للأطفال حق مقفول يعني سيدنا يعقوب ما أنكر عليه ومنه والله منعهم قالوا لعب شنو ما كانوا أشيئ لهم محل بتاع لعب رسمي كانوا يلعبوا مطلق وده بالمناسبة في الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يوجد سيبيا وده بالمناسبة بيتأصل لهذا الحق فقال لهم بيرموا بالنيبال يعني فقال لهم أرموا إسماعيل في إن أباؤكم كان راميا وكل مرة كان بيقيف مع فريق وقال لهم نرموا حتى الناس لما يقف مع فريق قالوا لما شافهم ما رموا قال لهم لم نكن نرميهم وأنت فيهم لكن وزولية من أن دارت كلام المناسبة مزالي لأنها مهمة جدا والله خليني بعد الفاصل أنا بس بعد الفاصل أتكلم عن مكفول أكيد نعم عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين معنا دكتور وبكرة أنت تكلمت عن الحقوق أنا زي ما قلت قبل الفاصل واضح أنه نحن في حقوق موجودة ومكفور للأطفال من الذي يعمل من الذي ينفذ ويرعاها نعم أستاذ عباس كان نتكلم عن مزال مهمة جدا للي حق الطفلي في الترفيه يعني الترويح عن نفسه ومينول بيحقق لهذا الطفل هذا الحق يعني هو يتكلم عن أن الله الدولة ممكن تقوم بتوفر مسائل مجانية وكذا لكن نقول بعض الأسر ستوفر أدوات ترفيه تكون سالبة جدا على شخصية الطفل ويكون أسارة لدي الناس يلقوا في المجتمع طيب حتى الزولة الممشي من المناسبة بقروش ويودع تفرضين لمناطب منتزهات هل المنتزهات هذه آمنة كما شار سيدني عقوب لأنه دائر بياء آمنة لأنه يلعب ويرتع مع أخوان يعني الآن في مشاهل كثيرة جدا في هذه المنتزهات أنت بتمشي بقروشك لكن المنتزه هذا مصدق ليه بالعمل اللي بيجعل الأطفال لكن بيفتغل لحياة كثيرة جدا يعني نبدأ من الموضع الجغرافي لهذا المنتزه هل بفتح عليه شارع الشارع نخطط له عبور بتعاموشا هل في ناس ناس مرور بيسهلوا دخول الأطفال ديل وخروجوا من هذا المنتزه بطريقة آمنة ما يتعرضوا لحوادث رجل السور السور بتاع المنتزه هل هو آمن معظمها بأسلاك بكيد ما فيه توصيلات بتاع الكهرباء البيئة الأرضيات إنه ما فيها مواد غد تسبب خطورة للأطفال الألعاب ذات الموجودة داخل هذا المنتزه ماذا يا دكتور عبور بكر باكد على دور الدولة نعم دور الدولة بتوفير الأمان للأطفال وانا دوري كأسرة انه انا اكون مراغب الأطفال بقى ما فيهنا نحن عندن حاجات قلنا مغارب نكس البرنامج حتى ماذا ننقل ننشوف حتى الناس المنتزهات الآن إذا كان فيه ناس بيستمعوا لهذه نقول نشير للمخاطر إنه الممكن تتواجد داخل هذه أنواع اللعبات الألعاب الموجودة داخل هذه المنتزهات هل هي مكانيكيا صالحة هل بيتم اختبارها قبل اليوم شان عندنا حوادث بتاع أن أطفال أصيبوا أو ماتوا في منتزهات حوادث شهيرة جدا من الكمع كله بيعرفها يبقى برضو نحي دارية التفلدة يمارس حقه لكن في بيئة آمنة جدا العاملين ذاتوا في هذه الألعاب يفترر أن يكون يقفل شخص يراقب هؤلاء الأطفال أصنعهم مبارسة لهذه اللعبة الألعاب ذاته مفرد تكون مقسمة حسب سن مسؤولية من؟ مسؤولية الدولة مسؤولية الدولة المسؤولية الزائتية لأصحاب هذه المنتزهات ستكون منتزح ملكية خاصة يبقى القوانين واللوايح والتشريعات هي تأخذ النواحي التنظيمية من يضع القوانين والتشريعات الدولة القانون بسم الله رحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الحاج محمد إبراهيم عميد معاش نائب رئيس أسرة أكاديمية العلوم الهندسية الجامعية أنا حقيقة يعني دائر أبدا بمنح بختلف عن الزكرة والإخوة زي شايف الأخوة زي قفزوا على الحواجز أنا أفتكر أنه حق الطفل في بطن أمه لحد ما حقوقه إلا تكون بطريقة غير مباشرة لأنه هو في قرار مكين وربنا بتكفل به في بطن أمه نفتكر لحد ما الحقوق حقته بطريقة غير مباشرة الاهتمام بأمه بصحتها بمتابعتها للطبيب كيف تطمئن على الحمل وكذا لكنه في حد ذاته هو في قرار مكين يبدأ حقوق القصير يعني ما بيحتاج لرعاية لا بيحتاج بطريقة غير مباشرة أنا قلت يا أخي كيف كيف اهتمام بأمه الاهتمام بالأم الاهتمام بالأم بالأم صحة الأم لا بصحة الطفل برضو جوا بضن أمك نمو قد يكون ما اختلفنا أنا ما نفيتها لكن قلت بنسب قد تكون متفاوتة حقه الأساسي ببدأ بنخرج وأنا شفقته كويس أنه أخي الدكتور ذكر لا شفقته أنه ما يقول الآزان وإقامة الصلاة حقه ببدأ من حقوقه الأساسية أنه يسمع الآزان في أذن يمنى وإقامة الصلاة في أذن اليسرى أفتكر ذي قيمة مهمة جدا لأنه أول حاجة هو يولد على الفطرة التدخل من الأب والأم يحول مساره إما يهودانه أو ينصرانه أفتكر أهم حق هو حق الآزان في الأزن اليمنى وإقامة الصلاة في الأزن اليسرى بعد ذلك حقوقه لحد ما يصل طور الروضة نفتكر المسؤولية المباشرة للأم والأب المسؤولية المباشرة للأم والأب وهو في طور لحد ما يصل لسن الروضة أفتكر في الحتة المسؤولية المباشرة للأم والأب بعد ذلك بتخش لما نمشي الروضة بيخش عامل آخر مسؤولية بيخش فيها الشارع برا لسه على الشارع يبيني لما لا ما حايمشي الروضة بوين يعني ما حايمشي الروضة بشارع حايمشي الحضانة يا أخوة هو صغير لسه احنا متكلم عن الحضانة هي مرحلة الآن موجودة في مجتمعنا وفينات بيتكلم عن هالحضانة بديلة للأم يعني خلاص كويس مختلفنا هيبقى عامل إضافي هيبقى عامل إضافي مسؤولية الحقوق حتبقى مسؤولية الحضانة هيبقى دعامل إضافي خشة الروضة برضو مسؤولة مسؤولية تانية خش المدرسة وفي حاجة مهمة جدا يا أخوة بكر أنا والله العظيم قبل ما أجل الحلقة دي طلحت في كتب حقوق الأطفال وخشيت النات وما في حق أصيل جدا ما لقيته كونك تأمروا بالصلاة دي أصلا ما لقيته ما في زول كاتب أصلا تأمروا بالصلاة يا أخي انت من قبل انحنا ما قاطعنا زول دقيقة لا تقاطع عادة جدا يا أخي انت من وصل فكرتي بعد تأخذ تكلم يا أخي عيني يا أخي انت من وصل فكرتي يا أخوة بكر دار أقول لك كلام ما أنا أريد أن أصل فكرتك لا أعني دمعي لكن دار أقول لك أنا في ترتيب للموضوع دي لسا ما وصلت بتاع الأمر بالصلاة لا نوصلت دعوه يرتع ويلعب ومشل وصل المنتزه والسرما كويس وقع من الدوراني يا أستاذ الطاهر لو سمحتها من حقي أنا أدير حلقة دي بالطريقة الواضح عليها أنا بالنسبة للي أفوزه لديك كلام بعد محاوري ما بسكته أنا بتكلم الآن عايزة تتحصيل نفسك في موضوع الحضانة الروضة لأنه أنا متسلسل في الموضوع عشان الأسرة تفهم ما دار أمشي ليه موضوع الصلاة لسا أنا ما وصلته دلوقتي أنا عندي أم بعد خمسة واربعين يوم سلمت ولدها للحضانة عايزين نشوف هل فعلا هذا الطفل في المرحلة دية ومعانا الناس بتاعنا السايكولوجيا هل يصلح أنه يكون عنده من الحنانة الكافي اللي قدامه يأسر عليه وبعدين لو اللي قدامه عاش تقول لك خلافه ده ما في خلاف فيه يا أخبابيك ده ما في خلاف فيه لكن أنا تكلمت عن فلسفة طيب يا أخي هو طلع من بقى أمه الآن فلسفة يأذنوا ليه في أذنه ما قبلناه ويحلموا له الصلاة فلسفة شنو لا قبلناه مقبولة جدا كلامك مقبول كان لديه مقبول ما ما اعترضنا عليه طيب أنا قلت مادام طلع للشارع مشر حضانة خش عامل آخر في مسؤول مسؤولية مباشرة عن الحقوق طيب أقف لي أنت في الحضانة خلي أسألك سؤال معين دعا أقول ليك إذا أنت يفتكر الولد الآن في الحضانة الأم سلمت ولدها للحضانة وفي أم بتربي طفلا في بيتهم في فريق كبير اللي هو كبير قولوا ليك أول حاجة الحنانة اللي بلقاه في البيت ما بلقاه في الحضانة قد يوفروا ليه في الحضانة متطلبات محددة لكن ما هيوفروا له حنانة زمن رضعة لو جات ما حترض علي الحضانة حترضع أمه والرضاعة فيها بل مناسبة فيها ناس السيكولي موجودين ممكن بعدين يقول الفلسفة حقتها يعني حتى نحن الآية الكريمة اللي بتقول يوم تسهل كل مرضعة عما أرضعت المرضعة قالوا هي في فريق بين المرضع والمرضعة المرضع هي قد تكون مرضع لكن ولدها في الحضانة لكن المرضعة الآن هي بترطع فدي مرحلة مهمة جدا في حقه في الرضاعة وفي تنميته من ناحية السيكولوجية في الرضاعة أنا أفتكر دي مرحلة مهمة جدا عشان كذا نزات الحضانة يفتكر الناس لما قالوها لغة فرضها البرنامج وقالوها لكن أنا أفتكر أنه هي ما بديل ولا يمكن أن تكون بديل أبداً هذا تهرب بتاع أمهات لا 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 ما تهم على عليش أنا مادرأي أنا درأي شخصي من حقك درأي شخصي أي طفل يودوه الحضانة في سن ذا تهرب بتاع أسرة أفتكر من الآن سايكولوجيا لو الدكتورة اتفقت معي أو ما اتفقت معي سايكولوجيا إيقتي الآن أسرت تأثير غير مباشر وهضمت حق الطفل في حنان أمه في كيفية مد رضعته وما في بديل لبن الأم يا أخي في الفيناة ما قلت لبن الأم لك أنا أسمع دكتورة حنان ونجعل لك ممكن تبديل أنا بس عايزة أعلق على المسار في الحلقة حتى وإنه ما يفهم العامة أو الإنسان اللي يشوفنا إنه نحن نتكلم عن الطفلة المسلمة فقط نحن بلد متعدد الثقافات والإسنيات والأديان والأعراق فلما تتكلم عن الأزام لحظة الولادة وتتكلم عن بلوق السابع والصلاة وكذا مو قضى المسلمين ويقصد المسلمين نحن نتحدز عن الحقوق بصورة عامة ممكن يا أستاذ حنان أنا في بلد مسلم وبتكلم عن الطفلة المسلم وذاك لو عنده دين وعنده ديانة أخرى من حقه الأخباء بكرية ما حاجرت عليه والبرنامج ما حاجرت عليه ويجي يتكلم بنفس اللغة دي ويدافع عن عقيدته ويدافع عن دينه أنا مهمتي الأساسية مهمتي الأساسية لأن الخلق يا أخباء بكر شاء نبقى واضحين فلسفة وجود الإنسان في الخلق لعبادة الله سبحانه وتعالى دي ما فيها خلاف فالأخذ ما سيتكلم لي عن في ناس ما مسلمين أنا ما مسلم عنده دين عنده عقيدة مفروض يا عبدبال الله سبحانه وتعالى بالكيفية أنا نزلت على الراسل المعرفة نحن نتكلم عن تحقيه أنا كمسلم أتكلم في حقوق طفلي المسلم أتكلم عن تربيته وعن نشأته وعن عقيدة السليمة وما يشرك بالله سبحانه وتعالى وقبل الأقل من قال سيدنا لغمان لماذا اعترضت عليه أنه لمن قال يا أبنية لا تشرك بالله لا تشرك بالله دي تربيه الصحيحة وتأمر بالصلاة على سبعة وتأمر بالصلاة على سبعة وتجد على عشرة أنا والله أشوف ضد القوانين يا أبنية طاهر ما عليش أنا دعشان الوضوع لك واضح جدا نحن بالنسبة لنا من حقك تقول رأيك رأيك بالنسبة لنا مقبول التوجيه اللي وجهته للأسرة المسلمة إنه ينشأ الطفل على ما نشأ عليه أبوي دي مقبولة كلام مولانا دكتورة حنان بتفتكر إنه نصحب معانا بغض نظر كل الأطفال مستحقين من العلاية والرعاية فما في حساسية كلامك مقبول جدا إنه نرعاهم من الأزان التسمية الصلاة كل ده هي يبقى ما يمكن أحسن أحسن حاجة الناس تلخص احتياجات الطفل في حتى عندنا في السايكاترا والسايكولوجي عندنا الاحتياجات حتى هرم مازلو الاحتياجات اللي هي الأساسية البدنية الأكل الشراب الدفع المحبة وكلها بتطلع إلى أن يحس الطفل يعني انتماؤه للأسرة حتى من بدايتها يعني من ما يتولد الطفل خطته في صدر أمه هي بتخدم غرضين بتخدم احتياج الطفل المولود إنه يحس بالبوند أو الرابطة الأساسية الأولية مع أمه دي لها يعني دور كبير دي لها دقيقة دقيقة لا بس أنا عايزة دقيقة ما أنا قاياك أصبر أنا حنقول لجاة نظرك أنا قاياك أنا قاياك ما أنت قلت أنا حنقول لجاك ما معك مكرافون كمان أنت تتكلم بخارج أنا والله عايزة هي تجاوب على كلامه في إنه هل الحضانة فعلاً يلا هي أساس الحكاية دي كويس اللي هي الرابطة الأساسية الأولية الصحية بين الطفل وأمه ما أي أم في البيت موجودة جسدياً هي توفر احتياج الطفل النفسية لأنه حتى الأمهات الموجودات في الطفل حتى إذا أنا موجودة معه وطفلي بتكلم معه لكن أنا في التلفون أو أنا في الواتساب أو أنا بتكلم سهية منه ما وفيت احتياجاته كل الدراسات اللي المكتود بتوري إنه جيداً إنه أنا لما أكون الكيفية اللي أنا بوفي إنه الطفل ده لما أنا يمشي مني حتى اللي في حضانة ولمدرسة وكده إنه جواه إنه أنا راجع هيجيني راجع وأنا هحتفل بيه إنه هو يكون عنده الحضانة عشان أنا ما أقول يعني إنه هي حاجة سلبية لا عايزين نقول فيها الرأي واضح طبي أو نفسي هل الحضانة بديلاً عن الأم؟ هي ما رأي حس هل أنا في البيت خدتوا وأنا شغالة في المدبخ خدتوا ولدي مع أمي أمي بديلة عني ما بديلة عني أحسن أبانا ولا أسوأ أنا خدتوا في التلفزيون خدتوا في التلفزيون ممكن نودي الحضانة طول ما طفلي ده هو ماخد الحنام مني وهو عنده رابطة وين الحضانة؟ لحظة ما في البيت أنا لما أجي أي شيء لما الحضانة ما أخلي البتك أنا طيباً عندي تقريباً لا أريد أقول لك في مرأة بتودي ولد الحضانة الساعة 8 صباحاً تستلمو خمسة مساءاً نعم وين لقيته تاني؟ دهو سمحت يا أستاذ بعضي دهو سمحت كلم يعني في واقع السوداني الآن موجود أيوة يعني قصة النظرية بتاعت إنه هو يكون في البيت ما رأي ياو لكن هل الحضانات ببيئات المتوفرة؟ هل بحثت عن دوافع الأم اللي بتخلي طفلها من 8 إلى 5؟ بحثت عن الأسباب بحثت أقول لك والدوافع الخليتها تعمل كده؟ طيب أنا أنا بعرف هضانة قريبة مني جداً بعرف امرأة بتسلم طفلها عمره 45 يوم الحضانة الساعة 7 ونص صباحاً وتعود إليه في الرضع الساعة 4 مساء هذه الطفلة بعد فترة بيقت مبتطيق أمها بمعنى ما دل تمشي لها لأنه داخل الحضانة في امرأة مباشرة نظافتها والتنويمة وإلى آخرين ستة الروضة أولا الحضانة قالت والله بتفتكر إنه الحضانة توفر رعاية ولكن لا توفر حنان لأن العاملات داخل الحنان بيجي من الأم لو سمحت أستاذ ببيكر ممكن أخذ فرصتك؟ حتى الأمهات في البيوت عندهم الخادمات زي ما قبل دكتور رسارة قالت يعني ما عشان ما نحسس الأمهات بالزنب يعني ما زنب هذا دي مسؤولية مسؤولية نعم لكن ما في دراسة بتوري إنه يعني زهب الطفل للحضانة يعني هو المشكلة الساسية معلش يا دكتورة معلش معلش للمقاطعة فضل يعني في النقطة دي من قبل أنا عايزة أذكرها والحوار مش بعيد منها وجراجع والحمد لله إنه جراجع لا تاني من أول حقوق الطفل بعد الولادة مباشرة أنا بعض بشوف إنه هو ينال الرعاية الكاملة من أمه بتفرق تام مهما كانت ظروف الحياة الهسة أجبرت الأم على إنه هي تسيب الطفل أو تسيب تشارك في الحياة في العمل أو في السعي ده ما دورة أنا بشوف إنه هي بمجرد ما أنجبت إنه الطفل ده بقى هو تحت رعاية الأولى والأخيرة مفروض يكون لحد سن المدرسة أنا بشوف إنه الحضانة دي ما عندها معنى ولا مفروض تكون موجودة حضانة دي هي وسيلة أوجدت ظروف الحياة الاقتصادية اللي إحنا بقينا فيها الليلة لكن هي عمرها ما حتكون بديل للطفل ده عن أمه وعمرها ما حتد الطفل الاهتمام والرعاية والتنشئة اللي بيتلقاه من أمه هو ما محتاج لزول يحفظه وزول يغير له وزول يسوي لا محتاج للتواصل الموجود بينهم من لحظة ما إنه طلع من بطنها إنه استمر الحاجة دي بره والرعاية دي بره منها هي بالدرجة الأولى عشان تكوين شخصته وعشان تكوين التكوين النفس الصحيح السليم من الجواه وعشان تكوين الارتباط السليم المفروض يكون بين الطفل وبين أمه وعمرها هي لو طلعت الطفل ده وقدته الثلاثة شهور الأولى دي أو كده وتفر إذا هي موظفة أو كده عندها فصل ثلاثة شهور وبعد ده تود دي الحضانة عمره ده ما حيكفيه عنه حتى لو هي بديوه في الحضانة دي هي مفروض تتفرق هي مفروض تتفرق أنا بشوف إنه التربية دي رسالة لكن هل الدولة بتتفرغك ولا هو أنت في وظيفتك كويس؟ أنا كطبيبة دقيقة يا دكتورة ممكن بتديني مالشي يا دكتورة تديني فرصتي؟ أنا بشوف إنه الأم مفروض تكون هي عارفة نفسها في الأول وفي الأخيرة هي بيقات أم معناتها إنها هي زولة عندها رسالة الرسالة بمفروض إنه صاحبة يتفرق لا تتفرق التعم لأن الرسالة هي دور عظيم ما دور ساهل يعني الأمومة لي ما حاجة إنك أنت إن جبت طفل وخلاص معناتها لا أنت مفروض الأب هو المفروض مسؤول وملزم إنه هو إزعى ويوفر للأم ويوفر لولدة هذا الشيء الهم محتاجين له في حالة معليش في حالة عدم وجود الأب أو ظروف غير هنا هي ممكن توفق لكن عمرها ما حتكون تقدر تديه الجهة بتخدها فيها دي عمرها ما حتك تديه الجهة الشيء الشيء بيحتاجه الطفل ده أنا بشوف في الظروف الطبيعية إنه الأم مفروض تترك أي شيء لحتى الطفل ده ما يبقى في المرحلة بتاعت إنه هي ممكن تودين روضة ما تودين الحظانة ما في حاجة يسمع الحظانة لا مفروض يكون في حظانة نحن نتكلم عن وضع الأمثل صح لكن بتتداخل عوامل تاني أنا ما قلت الحظانة بديلة عن الأم لكن حتى الأم الموجودة في البيت هي هي كيفية تعامل وكيفية التواصل وجودة لأنه في بعض العوامل وفي كثير من الحالات بتجي إنه الأم هات الموجودات في البيوت ذاتهم ما هم مثلا بقعدين 24 ساعة مع طفلهم ولا حتى هي دايما دايما هي بتجود طريقة التواصل مع الطفل يا أخا ما بكنا ندارس ألا عشان ما نعمم يعني إنه الأم العاملة يعني بها تجيب طفل غير سوي ولا الأم القاعدة في البيت طفلها هيكون سوي أكثر دقيقة عشان ما النغاش ما يتحول للمرأة أمي نافعي ولا ندفاعا عن المرأة لظروفها المعينة هي مطلوب منها تسيب أولادها في الحضانة لكن إنا عايزين نقول هي إشارة واضحة جدا من التجارب المعروفة الآن حتى يدت عندكم في السايكولوجي إنه هذه الحاضنة لا تساوي الأم لو افترضنا إنه في ظروف معينة يضطرت الأم لإنها تسيب أولادها في الحضانة في هذا العمر تتوقع تماما إنه دي واحدة من الحقوق اللي تتكلم معنا دكتورو بكر تتكلم معنا دكتورو حنان هي نقصت في الموضوع إحنا ما زي إنه نقدرين نقول جملة مفيدة لا إحنا لا ضد إنه المرأة تمشي تشتغل لكن إذا كان العمل يساوي فقدان طفل لحنان ما نحنا بمفتكر إنه ما تحصي المرأة منها العمل بدأت دفعوا للروض منها 800 جنيه في الشهر وده قريب منه صراتي ماذا تكسب إذا تركت طفلها في الحضانة وزهبت تعمل أنا بفتكر أنا بفتكر أنا بفتكر أنا مفتاجنة وقفة دون أن نطول في موضوع حال العمل نفسه مهم ولا غير مهم لكن بنا بنتكلم عنه هو الطفل أنا بفتكر حقه ترعى هذه القصة وما فيها مجاملة أنا بفتكر لأنه تكلم عن حقوق الطفل ده هو هو الشخص الضعيف المنادي من قبيرك بأنه حقوقه مفترض ترعى لازم ترعى من الأول من الأسرة من الأم نفسها إذا شعرض إنه هي في ظرف الثلاثة سنين الأولى مفترض ترعاه ثم تتركه للروضة هذا بيكون أفضل من تتركه من الأول لهم في الحضانة هذا الشيء لازم 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 الناس حتى لو ما قبلانينه لازم يسمعوه يعني أخباب بكر أنا بنقطة مهمة دائرة الدكتورة تردلي عليها اللي هي مسالة نحن قبل في بداية حديثي قلت الاهتمام بأم الطفل وهو في بطنها دحق من حقوقه لاحظنا قلت الاهتمام بالأم وليس بالطفل أديت نسبة باعتباره قلت في غرار مكين يبقى من حقوقه الاهتمام بأمه وهي في فترة الحمد عليك أن لا أطلع لي من النقطة دي ليه بمجرد ما وضعته داير التودل حضانة هذا حقما من حقوقه يعني أنا مس دار ترد لي على النقطة دي والأسر النفسي على الطفل وهو في الحضانة دماء يا أستاذ طاهر أنا زي ما قلت لك إحنا زي اتفقنا إنه النقطة دي حتى لو أثارت بعض الجدل بين الناس إنه أهمية وجود الإنسان في حضن أمه في الأشهر الأولى مهم بعد ذلك ظروف الناس لو اختلفت بيجا في معارضة بين وجوده في الحضانة أو وجوده في العمل عنده أثار سالبة يحصل الطفل بعد ذلك دي نتيجة إذا فيسر المعترض علينا يقول لنا لكن لا تعمم بس أنا عايز أختي مع النقطة دي لا تعمم ليه لا تعمم ما كل الأطفال اللي بيكونوا في الحضانة نشعوا في حضانة أمه أو ومت تر octaveم الحضانة ما كلهم عندهم مشاكل نفسية ولا كل الأطفال اللي هم قاعدين في البيوت ومهاتهم لا لا أنا ما قسط عنده مشكلة نفسية يعني ما في مشكلة نقص الحنان عنده ما ما نقص الحنان هو ساوي المشاكل هل تعود الحضانة época حتى الأم الأم كويس ما كل الوقت هي قاعدة جسديا مع الطفل خلاص هي كيف إنها هي تكون متواجدة ليهو بتؤدي احتاجاته يعني ما في مشكلة يتم يمشي الحضانة ويتم يمشي يشتغل ما في ما يثبت انه الطفل لو مشى الحضانة دائما بيكون عنده مشكلة بعدين اذا فيه اي ما فيه بالمقابل ما فيه يعني اي طفل قاعد في البيت هو ما عنده مشكلة ثم تانيا احنا كمجتمع ما تعمر بالحاجة دي علينا وكهات نظري كمتخصصة هل الحضانة من ناحية نفسية تصلح بديلا كامل للأم انا ما قلت بديل انا ما قلت بديل انا ما قلت بسأل بسأل هي لا بديل للأم اساسا بس خلاص لاحظانا لكن هي في بعض المراحل قد توله ما كان هم الناس اكتر يعني بيعملوا الدراسات وبيعملوا التغيير في النظام وبيعملوا طوال تحديث لاحتياجات الطفل ويمكن هنا يقولها الدول الغربية يمكن هناك حاجة عامة انه الاطفال بيمشوا الحضانة حتى الام هاتل في البيوت يقول لك عشان انا لاقي الاحتياجاتي الى اخد اود طفلي عشان اتفرغ اللي بيعمشوا الجيم بيمشوا كده ما عندهم مشاكل مثلا ما فيه ما يثبت انه زهاب الطفل الى الحضانة يؤدي لحرمانه من امه كويس ثم ثانيا هو دور الحضانة ذاته قد يؤدي انه فيها ناس متدربين فيها ناس متمرسين قد يؤدي لانهم هم يلقط لي مشاكل بدري مشاكل بدري من بدري من تعامل الام دراسة صغيرة جدا في موضوع الحضانة والاطفال تقريبا في العاصمة بالمتوسط في خمسة الف حضانة معناه في خمسة ام عاملة تقريبا يعني خلينا نقول العاصمة فرطوم هنا نعم مقارنة طبعا ما كل الروضة فيها حضانة انا معظم الناس اللي لقيتهم من الناس الحضانة بيفتكروا انهم هم ممكن يقدموا الرعاية فقط ولا يقدموا الحنان ولا المدرسة مرات ينوموهم لا انا بتكلم عن مرحلة قبل المدرسة مرات ينوموا كل الاطفال حتى المعايزين ينوموا قهرا يعني مثلا في الحضانة في عشرين طفل جات ساعة النوم في ناس منهم يعني نشاطهم لسا زايد ما عايزين ينومون بالقوة عشان ما يخربوا على الناس كلهم في اطفال انا شهدت ذلك مثلا وحدة لو جاب طفل جابوا لأي اكل او اي حاجة عايزة عايزة هذا الاكلة وهذا الموضوع انا افتكر ان الحضانة الشفتها انا واللفت عليها في الاسابيع الفاتت انا بافتكر انه محتاجة منكم ومننا نمشي الميدان ونؤكد على كلامكم وكلامنا انه فعلا هل الحضانة بشكلها الموجود هسا لا تؤثر على بعدين دكتور ابو بكر في المستقبل لما نلقى اطفال عنده ونشكالية هل فعلا في الحقوق نقصت هنا ولا ما نقصت طيب انا اقول انه برضو نقصت لالفين وعشرة نظم المسائل بتاعة الحضانة والدول بتاعة الحضانة وقنشا والتصديق بيها وكذا وخطر لها شروط يعني لكن استباغا للاجابة على السؤال اللي انت سألته احنا ارادتنا عن بلاغات من الحضانة من سوء معاملة يعني انا ما داري عميم لكن في بلاغات واحدة من البلاغات حتى تناولت الصحف يعني انه تأشرت لانه الطفل الحركة زايدة وكذا هم دارين انه ينظموا امر حضانة انه في ساعة معينة يتناولوا وجبة في ساعة معينة ينوموا قد القصة دي ما يتوافق يتم فيها التوافق بين الأطفال كلهم كانت تلجأ واحدة من اللي نادي اللي تغييد الطفل الطفلة دي بشطرتوني يربطوها يعني يربطوها نعم اي اخي ومازالة كانت مؤلمة جدا يعني حقيقة ممكن كثير من الصحف اتناولت حتى الام قانت انه طرحت هذا الامر على الصحف ودي دي ما المسائل من المستكري انها مسائل يعني مؤلمة انه تبدو انا ما داري عمي مقول انه الحضانات كلها ما فيها رعاية لكن دا دا هل بيادة تبتكرة مناسبة حسب يعني دور كون انتو اتلاعكم والله انا ما هي التصديق بالبيل فيلي جهات اخرى غير مؤسسات انتو عندكم الحد تراجعوها تشوفوها لا المؤسسات نا ما عندنا الحق من نضاجه هذه الحضانات نعم ايه اللي يجيكم منها بلاغ نعم من ادعاما مع البلاغات انا فاصل لجماعة وارجع لكم تاني عودة مرة اخرى عزائل مشاهدين طبعا انتو وانتو مشاهدون اكتشفت انه هذا الموضوع ليس موضوعا سهلا يعني ولعل غرقنا احنا في التفاصيل لان فعلا الموضوع بخص الانسان الطفل وسمعتوا كهذا النظر المختلفة على وعايز انكم برضو معنا تتابعوا انتو بتفكروا زينا كده وعندكم مجال نظر مختلفة حق الموضوع دا يبقى تداول الاسرة السودانية واي اسرة بتسمعنا انه قدرشون ان احنا بنحاول نفتح المجال للفكرة انها تمشي في اتجاه انها حقيقة يعني فاصبروا علينا يعني مع وجوده للسودانيو شايفوا الحظات الاخيرة السخان جدا لكن حتى لسا القلير المعاي الشغالين معاي في المخرجين وغيرهم بتكلم عنه لسا مواد ما عرضنا لكن انا وقفت كثير لانه هذه النقطة كانت نقطة اساسية في الحقوق وممكن الحلقة تمتد لأكتر من حلقة لانه كل المنتماء بينتظر احنا نقول كلمة مفيدة في هذا الموضوع والكلمة المفيدة محتاجة الى الصبر ومحتاجة الى الزمن يعني فخليني انا اشوف التقريدة وابنى عليه محور اخر اشتركوا في القناة تصاروا دروعا للقاذفات في ساحات الحروب بل ان بعض المجتمعات العربية المشهورة بالثراء استجلبت الخادمات من دول شرق اسيا لرعاية الرضع واليافعين فصار لاطفال هذه الدول قصصا واخبارا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت في افضع صور العنف والاعتداء ورغم ان هذه الصور الصادمة للمشاعر فانها لا تسود كل المجتمعات العربية فلاجأت الكثير من الاسر بالاستعانة بدور الحضانة كبدائل جديدة لانشغال الام لقد عرف هذا العصر باشتهاره باكبر جرائم الاهمال للاطفال ورغم منادات العديد من المنظمات بضرورة حماية الاطفال الا انها لا زالت من الجرائم المسكوت عنها اشتركوا في القناة تمنع دون ممارسة حقوقه اذا كانت في الحقوق الاكاديمية او كانت في الحقوق الاجتماعية او كانت في الحقوق الاقتصادية فالعمف بشكل عام اذا جئنا نفسره ممكن يكون الضرب واحد من اشكال العنف ممكن يكون التحرشات الجنسية والاقتصابات شكل تاني من اشكال العنف العقاب في المدارس نوع من انواع العنفة البمارس على الاطفال الالفاظ والالقاب البديئة او غير المقبولة للاطفال اذا كان في البيت اذا كان في الشارع كلها احنا بنعدها من الاشياء الممكن تأثر على الطفل نفسيا واجتماعيا وبالتالي تأثر في انقاص حقه الاجتماعي والنفسي في حياته الطبيعية عودة مرة اخرى لعل الموضوع الخادمة طبعا موضوع قبل كده نزل في كتير من المواقع التواصل لكن انا كانت مشهد لعل المخرج واجمعته لان المشهد كان صادم جدا ما يقدروا يخدته عبارة عن واحدة خادمة اسيوية بتضرب طفل رضيع بكلتها يديها يعني وقاعد قدامه ضربي يعني مبالغ لمدة دقيقة لكن لانه يبدو انه الفيديو لا يمكن عرضه امام الاسرة فيشكل ازحابه يعني انا كنت دارس على السؤال اللي يضي فيه وللناس اللي يشاهدونه اذا كان قمة العنف للاطفال جاي من الخادمات او من اي جهة معنية انا عايز اي ام تاخد في بالها هي وين فيها تدرجة يعني اذا اعتبرنا انه لا تدعى الاطفال بالصورة من الخادمات يبلغ مية في المية اي ام تفكر قدر شنوه قاعدة تصل ياته مرحلة من صفر الى مية اتنين عشرة خمستاشر تلاتين اربعين وعايز اقول انه مش بس اتضرب مرات هي المسألة حتى مسألة العنف اللبزي او ترك الطفل في البيت معاو مواد ضارة الى اخيري دي كلها مسؤوليات خلتنا الركز جدا على انه اذا كان دي ابشع صورة لظهور طفل بيضرب بهذه الكيفية وانا متأكد جدا انه بلادنا خالية من هذا النوع من العنف لكن برضو بقول والناس المعاي قدر شنوه اطفالنا بتعرضوا للعنف اللبزي وذي قد تقول دكتور وبكر او دكتور احنا واحد من من اشياء المؤمنة الحقوق يعني انا دريد اتكلم عن الحق بتاع الحماية انه ان شاء الله بيكون حق ممتد مفهوم الحماية انه مفهوم انه الحماية من خمسة مسائل اساسية اول حاجة الحماية من العنف بكافة اشكاله كما اشارت الاسادة العنف اللفظي العنف الجسدي العنف الجنسي العنف المعنوي وقير من الصور بتاع العنف العنف قد يتسبب فيه بعض افراد الاسرة قد تسبب فيه الامة المناسبة والاب او الاخوان او الاخوات او محيط الاسرة الكبيرة او المجتمع او قير من البشار وده موضوع طويل جدا من المرتكبي هذا العنف ضد الاطفال وده موضوع واسع جدا الناس ممكن بعد ذلك اذا اتسعت الزمن اننا ستكلم فيه الصورة التانية من الحماية نحن نحمل الاطفال من الاستغلال وده برضو مسائل كثيرة كما اشار في الفيديو العورط استغلال الاطفال في التسول استغلالهم في الموضوع بتاع عمالة الاطفال استغلالهم في التجنيد القصري استغلالهم في مسائل تمتدلي المسائل بتاع التجارة اللعظة او المسائل بتاع الجريمة المنظمة لو دارين نتكلم على الشارع السوداني بالصفة خاصة من اللي بتدخل في وجود الامهات حامل الاطفال في الشوارع بصول يعني المجتمع شعيف كل يوم من الجاه المسؤول عن ان تمنعهم والله نفتكر انه فيه ادوار كبيرة جدا لوزارة الرعاية والادارة بتاع الشرطة المجتمع يعني حصل قبل كد الرأسات وتصنيف حتى تكفلت الدولة انه اعادة عدد كبير جدا من هؤلاء المتسوينين اللي أوطان النسبة كبيرة جدا منهم هما ما سودانيين بالمناسبة هؤلاء الاطفال اللي حص في الصورة الطفلة الشايلة والام معينه مغطية وجهها يعني لكن ما بيتناسب مع هذه واضح انه صغيرة في السن وقد تكون حتى الشكل العام ما بيتناسب مع الدولة الاطفال ديل يعني ديل مؤجرين نعم نعم بنسبة يعني بنسبة والتسوين ما للحاجة الآن تسوين نقول للناس ما يدون مسلا أنا شخصيا غناعتي حق الناس ما يساعدون لانه كلما الدخل لتجارة نعم الدخل من هذا التسوين يقري الآخرين في انه يواصلوا لكن اذا امتنع الناس من النازل لانه ما سسمى لحو الجدي زي ما قلت هنا تجارة امتنعوا ايو الناس امتنعوا امتنعوا صغيرة الوزيرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ويعني استجدت المواطنين لانهم هؤلاء قالت هم معظم النازحين من دول المجاورة وقالت اخوانا انتو كل واحد عنده جوا اسرة المحتاج يعني انا عن تجربة شخصية قبل فترة كنت مخبز في الشارع البلابل فجاء الطفلة وشعيل الكيس بتاع النقود بتاع الطفلة مات انتا عدى 7-8 سنوات كبت الفكة جنيهات وحديد وورق صماها لها 50 جنيه هالكلام ده كان زي وقت العيشة قام قال لها خلاص بعد ده انت امشي نومي وبعد ده امشي المدرسة ومت انا من الفضول ساعي قلت لها انت جبت كم الليلة 500 جنيه من 500 جنيه من الشرق اذا طفل عمرها 7 سنوات 500 جنيه في اليوم 15 مليون في الشهر هي عشان تكسب الهنا هي بالنسبة مستغلينها حتى الاسرة بتستغل الاطفال ديل في الجريمة المنظمة هي حتى اهمال لها ولي حقوق ثم ثانيا هي هتغروها عشان يدوها في من يديها باستحسان وفي من يستغلها عشان يديها فهي عرضة من جميع النواحي هل يشيلوا منها مشكلة ممكن يشيلوا منها ممكن يستغلوا ممكن في أي حاجة ألو في التسول بالنسبة للاطفال المتسولين دا كوم براو لكن نحن كنا نتكلم على الأسر العنف الممارس العنف الممارس في الأسر الأمنة العنف هذا نابع من العنف الجسدي العنف اللفظي العنف الجنسي الأشياء دي في الأسر الأمنة كون المتسولين دي سواء هم من جهات أخرى ده قارج هو في داخل نطق المجتمع بتاعنا لكن ما بمسها الأسر بتاعتنا مباشرة بس بمسها الطفل يا أخي العزيز هو في الآخر ده الطفل هو طفل هو طفل لكن نحن في الأول دارنا عالج كان بدينا بالحنام بتاع الأم وبينه وبين الحضارة وانتهينا من القصة دي نحن انتهينا من الفيلم ده فنحن أسف القصة بتاعت العنف العنف نحن بنلقاوه بيمارس من أقرب الناس بالنسبة للطفل ما هو يا أستاذ العنف العنف يعني كلفظ أو العنف كجريمة هي جريمة لها مسبباتها العنف قد يكون اقتصادي لأسباب اقتصادية تتعرض له الأم أو الطفل العنف قد يكون جنسي العنف قد يكون لفظي العنف قد يكون جسدي وكلها أسباب يعني دائما تكون خلاصة بتجع على الحلقة الأضعف اللي هو طفل حتى ما الحقوق يا طفل إذن ده حق بالحقوق نعم حق بالحقوق وموريس ضده الحق في أنه يحلق الجيهة بتحفظه حقوقه هي منه في المغامة الأول الجيهة بتحفظه حقوقه في المغامة الأول الأسرة الأسرة في المغامة الأول حتى بعد ذاك أنت بتلجأ للقواني الأسرة هي المغامة حتى داخل الأسرة أنت قلت يا أستاذ قلت بتحصل عنف كويس أنا عايزة أرجع أنت قلت أسباب العنف جاية من وين يمكن أسبابها ممكن إذا رجعناها بسطناها يمكن نكون ثغافية إحنا مثلا حتى لما نودي ولدنا للمدرسة لك اللحم ولينا العظم بنقبل أنه طفلي ده عشان أنا عايزة يبقى أحسن فهمي لأنه يبقى أحسن لازم يتعنف لازم ينضرب أنا يبقى ربيته أني أنت الأستاذ بيعرف أحسن منك يبقى ما أجحطى جواه الحق أنه يجي يتكلم لي لحظة لما حكمت لكن ده مجتمع لا تكلم عن أنا شخصيا لكن بتكلم لك عن فهم المجتمع جوا الأسرة بنتك أنت غبي أنت ما بتفهم في حاجات ممارسات أننا مقبولة لدينا المجتمع كويس حتى إجهات حقوق الطفل لدي أنه أنا إهمال حقوقه النفسية وإهمال حقوقه المجتمعية وانت ما أولي أنا هذا أيضا يعتبر يا دكتورة أحيانا العنف كما أنت أعزيت المسألة لمسائل ثقافية يمكن أن تكون الأسرة سليمة وما في أي نوع من العنف داخل الأسرة لكن ثقافيا أو إعلاميا عن طريق الأفلام حتى اللعبات حتى الألعاب تحت الأطفال فيها نوع من التنمر وفيها نوع من القضاء على الإخصاء وفيها نوع من القضاء على الآخر يعني دي ذات النوع من السقافة اللي يمكن بتنمي ظاهرة التنمر الموجودة في أطفال المدارس سمع أنت تحق عشان تعالجي الموضوع ده عشان تعالجيه جزريا أو تخففي عليه أو تعالجي الطفل القدام ده نفسيا أنت حتعمل شنو؟ ما لابده من أنه يكون في علاج ألو؟ 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 هلو؟ واصل يلا أنا أعرفه دقيقة أنا أعرف تبدأ التدخل كيف؟ يبدأ التدخل بأنه أنا أتذكر أستاذ بابكر قال لما تعرض الفيلم بتاع الخادمات والعنف قال إحنا كسودانين ما عندنا إحنا يعني رجعني تاني ليس غافتنا فهما إحنا بنستبعد الشر كمجتمع إحنا أقول لسه لا لا السوداني ما بيعمل كده إحنا كسودانين لكن حاصلة في مجتمعاتنا صح ما عندنا الخادمات عندنا خادمات أجنبيات جو الأسرة في الأسرة والطفل الدكتور ممكن يوريك أشياء كثيرة جدا من دفاتر البلاغات اللي عنده ممارس عمفي كثير جدا يا أستاذة في حق الطفل في المدارس في الخلاوي وأنا في طريق الآن قبل ساعتين للحلقة اتصلت بي يعني زميلة سايكولوجيست هس هي ماسكة قضية أب اغتصب بنته جنسيا من عمره ثلاثة سنين إلى عمره سبعة سنين بتحصل جو الأسر ومعروف أن العنف جو الأسر ليه؟ لأنه بعنف الطفل بيكسب الأمنة الطفل بسيطة يعني النسبة بسيطة معروفة بالدراسات العلمية بيكون غريب أو استرينجل ليه؟ لأنه بكون شخص بيصغ فيه أو هو جو البيت بينضرب في المدرسة بينضرب أو احنا من جو البيت بيئته مكونة من البيت الشارع اللي هو أسيد الدكال الخادمة يعني عدم الأمان من الوسطة حولك الخوف أكتر بالنزول البعيد ما بقول الخوف أكتر لكن ما نستبعد ما نقول إحنا كسودانيين ما عندنا حالات زيني حاصلة عادة بقول إحنا موجودة أيوة إحنا أول ما تبدأ تبدل التدخل أدلة أنا ذاته الكيس اللي قلت يا هتابع معاك لا خلاص نفترض أنها حالة موجودة 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 زيها لكن لكن المهم جدا تعليق عليك دكتورة التعميب المضار جدا المزألة الشارعات لها هذه نحنا قد نستقبل حالات يعني في المسائل اللي يتم داخل الأسرة لكن خاصا لما يتم الاتهام الأب بمثل هذه الممارسة نحكب على شارعات الدكتورة نحن 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 لدينا محدة أساسا داخل خصائيين نفسيين وأجتماعيين ممتاز ممتاز نحن نعمل بظاهر البلاق البلاق سحيح نحاول أن نرد هذه الحقوق الجاني يلقى الجزاء الرادع والمجنة عليه يعاد تاهيله وتكيفه مع المجتمع لكن يهمنا ليهل قصة هصلت ففي معظم الحالات التي يتم فيها الاعتداءات خاصة تنسب للأب فبيكون لمسائل يمكن أربعة أو خمسة واضحة جدا يما الأبدأ بيطعاطة مؤسرات يرتكب هذا الفعل في حالة بتاعتها اللاوعي لأن كانت هذه المخدرات أو خمورة وقيرة أو هو أساسا عنده شك في نسب هذا الطفل أو الطفل إليه أو الطفل أساسا هي متمنة يعني هما طفلوا من الطفل سامرة للزواجات خليك يا أخي أغرأ معنا على التلفون بس أريد أن أكمل أخونا دكتورة وكر واصل فضل نعم أو قد ينسب أيوة نعم أو بتاع درقز يعني مخدرات أو هو بيطعاطة ما كان في حامل في كامل وعيه أو بيطعاطة خمرة يعني أو زي ما قلت أنه عنده شك في أنه نسب هذا الطفل أو هو بعيدة الزائرة بتاعته لهم فهو تأذى المورسة المورسة عليه نفس الجريمة قبل كده وهو بعيدة بعيدة السايكل تاني لأسباب نفسية برضو أنا قلت الكلام دي عايزين برضو لما نقول في أب مثلا زي ما قلت يختصب ابنته لازم نفرد بأنه لازم يكون في ظروف لأنه في الأحوال العادية الطبيعية ما بيحصل حاجة زي دي أصلا إلا إذا كان في أزواب زي ما قال دكتور روبك أنا طبعا ما بفتق إنه مجتمع بتاعنا مجتمع ملائكي لكن برضو لما نتهم جريمة معينة حقه ونمشي نبحث عن الأصل جامل وين لأنه المطلوب معالجة أصلا جزور المشكلة إذا بتنشأ من حاجة زي دي حقه نعرفه عشان نعاليه أو نعرفه عشان نقدره لأنه مرات الوصم العام ده مؤذي جدا للقطاعات وللناس كلهم ما في مجتمع خالي من الجريمة أنا أقصد لكن أنا أقصد وإحنا نحسي بأنه هدف الأساسي للحلقة دي إحنا نوصل للحل ولو في الوقت البسيط المتحدى زو كما قالت دكتور سارق بيل معرفة المؤشرات الخطر أنا كأسر أعرف معرفة المؤشرات الخطر كيف ولديد عشان أعرف أنه في حاجة يعني ما طبيعية فيه أعرف كيف نستقف ونرفع الوعي في المجتمع أنه في وجود الخطر يا أم تعرف كيف أنه ولدك ولا بيتك عندها مشكلة نهتم أيوة ما نستبعد الخطر كويس نقول إحنا مثلا ودينا المدرسة معنا خلاص المدرسة دي آمنة ما في أي حاجة والشارع خلاص أي زول معروف سيد الدكام معروف برضو شنو يعني حذر في يعني إحنا ما بكبل للطفل كله كله وبكفل في البيت بمنعهم إنهم برضو بحرموا حق إنه يتعرض للتجربة وإنه ينمي مهاراته الاجتماعية وإنه حلول للمشاكل ولا بخليه مطلوق سيكون أنا حذره وبراقب وبختار أصحابه بختار الأسر يعني إحنا زمان الناس بتختار كله إنسان ابني بيته بعرف دوله منه بعمله شنو أجيب أصحابه لبيتي كده فأنمي فيه أنمي الصحوبية والعلاقة بيني وبين طفليه على الأساس إنه أي حاجة تعمل له ما أسكت فإنت فلان ما بعمل كده إنت قد ضاب بكفل جواه الإحساس بينه ويكلمني وصادقني ويجعلني عن الحامية الأساسية ليه فإحنا كيف ننمي مقدرة الطفل لأنه يقشر لنا الخطر كيف نعرفها في الأطفال حتى إذا مثلا هم ما ظهرت عليهم جسديا نفسيا الطفل فيه التراجع في النمو مثلا النمو العاطفي ولا النمو الجسدي ولا كده حتى بيبقى شنو واحد عمره عشر أسنين لقدت مشكلة في أي حاجة مثلا عنف اللفظي نقول أبسط الحاجات إنت قبي إنت ما بتعرف إنت ما زي وطفل إنت ما بعد شوية حيبدأ يخاف بعد شوية هيتراكح 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 والله يا ولدي رجع يتبول تاني بذيقى شنو بيبقى يتكلم بطريقة بحسنات راجع في النمو نبدأ نحن في آخر حلقات أنا أفتكر أنه تركيز على موضوع الاهتمام بالطفل الحذر والصغر طبعا هي ثلاثة مفردات غير يكون الجمع بيناتنا محتاج إلى شوية توازن أنا أفتكر أنه فتحت أبواب كبيرة جدا في أكثر من الموضوع الآن ولعل موضوع العنف الجسدي للأطفال وما يتبع من عنف برضو لفظي محتاج مننا برضو إلى مساحة أخرى أجزاء مشاهدينا بشكركم على حسن متابعتكم لينا وبشكر ضيوفي رغم الشمطات يعني الأثيرة ولكن أفتكر أنه هذا كان مطلوب لنوصل فكراتنا للناس ونستقبل فكراتنا شكرا لكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر